موسيقى لا يجوز أن يموت طفل في فجر الحياة بهذه الكلمات بدأت حكاية مركز سرطان الأطفال مع الأمل إنها كلمات الممثل للبنان العالمي داني طمس الذي تعهد في بداية مسيرته إنشاء مركز أبحاث لمعالجة الأطفال المصابين بالأمراض المستعصية فكان مستشفى سانجود الأبحاث في منفس بولاية تينيسي الأمريكية عام 1962 أنا داني تامس من بشغل وأنا دايما لم يسألوني مينك أنت بجاوب دمي كاروزي حليبي توتقي وكلني لبناني لبنان دايما بقلبي عام 1991 ودع العالم داني طمس وكان التحدي الأكبر الحفاظ على وصيته واستمرار الرسالة ولد مركز سرطان الأطفال في لبنان نتيجة اتفاقية ثلاثية بين مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشفى سانجود في تينيسي وجمعية مركز سرطان الأطفال نزور مركز الأمل اليوم لنجول في أرجائه ونتعرف على كواليس العلاج وحكاية الأطفال مع المرض موجود كارين موجود أهلا وسهلا بمركز سرطان الأطفال نحن هلأ بالعادات الخارجية تبع مركز سرطان الأطفال محلما وملادنا بيجوا بشكل دايم على كل فترة العلاج يأخذوا يعملوا فحصات يشوفوا الحكام يشوفوا النورسز وأكيد يأخذوا علاجه أول ما يوصلوا بقلبها على الريسابشن داكس عند مدام ميرنا وبيأخذوا البريسلت طبع نهار كل ولد بيكون عم بيخذ علاج عنده البريسلت ليكون حاتتها خلال العلاج وبس يشير وقت العلاج بيتوجهوا من هون خلينا نتوجه سوا أول ما يفوتوا على العلاج في الأوقات في عنا هون الفيبسيكو لرنينج بروغرام اللي هي الغرفة اللي فيها الولادي بيتعلموا ميوزيك كلاسيز أرت كلاسيز وبأوقات اللي ما بيكون في عنا درس موسيقى أو درس رسم بيكونوا عم بيدرسوا درسهم للمدرسة لأنه بيكون هيدا القذر شوي أروأ من خائلة وبعدنا منتوجه على البارد محل ما بيصير العلاج أول ما يصل المريض لعنا بيجي على هذا المحل هون هي كرماني يأخذ فحص الدم ينطر الحكام مشان الفحص السريري وبيرجع بينطر كمان الدولة حتى يتحضروا العطيية بهذا الأسف عالي ميلان هلأ نحن عم نفحصها لازم دايما قبل ما ناخد أي علاج أو من بعد ما ناخد أي علاج لازم نعمل فحص الدم نتأكد إنه صحيحة نحن ما في عنا عوارد التهبات عوارد شيء هيدا الهاندزوف هوب فول أيادي الأمل الفكرة منه أنه الشخص فيه يكون عم بيتكفل بعلاج مثلا الكيموثيرابي لسنة واحدة للطفل وبيكون اسم الشخص موجود بالمركز لفترة سنة بعد عقد وليف من الزمن الأرقام خير مؤشر للنجاح فيبلغ معدل الشفاء 80% في مركز سرطان الأطفال في لبنان كل الأطفال في المركز يعالجون بجانا يعتمد المركز على التبرعات فقط بميزانية سنوية قدرها 15 مليون دولار أكثر من ألف طفل تمت معالجتهم في مركز سرطان الأطفال سنجود إلى اليوم قدم المركز حوالي أربعة ألاف معينة واستشارة طبية حتى الساعة يعالج المركز حاليا 275 مريضاً 84% منهم تحت عمر 15 سنة معدل المهلة الزمنية للعلاج هو ثلاث سنوات كلفة علاج طفل واحد تبلغ 50 ألف دولار سنوياً مركز سرطان الأطفال لا يميز ولا يفرق بين المناطق والطواقف والدليل كيفية توزع المرضى حسب المناطق اللبنانية تلك هي حكاية مركز سرطان الأطفال في لبنان حكاية لا تكتمل فصولها إن لم نساهم جميعاً بكتابتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنها صفحات من تاريخ مشرق لمركز سرطان الأطفال وجولة على أقسامه تابعناها مع فليب أبو زيد وبعد اليوم موعد مع بكرة إنهم الحياة إنهم الأمل واليوم موعد مع بكرة الليلة كلام الناس يواكب حملة التضامن الصلاة والمحبة مع مركز سرطان الأطفال مباشرة من بيروت يداً بيد قلباً على قلب نحو المستقبل دعماً لمركز سرطان الأطفال تحت عنوان لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان تعالوا الليلة نتبرع لهم نعطيهم من قلوبنا ومن عيوننا ومن أيادين فلنتضامن معهم فلنحبهم فلنصلي لهم تعالوا نسهر معهم الليلة هنا نسمع أصواتهم نسمع نداءاتهم وصلواتهم إنهم ينتظرون اتصالاتكم ومداخلاتكم وللتواصل مالياً مع أقرب مركز للأم تي أو على الأونلاين www.cccl.org.lb أو مكاتب المركز 01-35-15-15 70-35-15-15 أكرر 01-35-15-15 أو 70-35-15-15 أو عبر أقرب مركز للأوم تي أنا موجود حالياً داخل الكول سنتر مع مجموعة من الأطفال المصابين أو اللي شفوا من السرطان أو من المتطوعين طبعاً هني ناطرين وعم بياخدوا اتصالاتكم دعماً للمركز الحملة افتتحت الآن باتصال من شخصية لبنانية كبيرة رفضت تفسع عن اسمها تبرعت للمركز بـ 25 ألف دولار أمريكي وطلبت ينحط هذا المبلغ تحت عنوان تحت اسم المسيح وقام إلى جانبي الطفل كيفاح أنطار أهلاً وسهلاً فيك هاي كيفك؟ بنيحل محمد الله ماشي الحال؟ اه شو حمل بإيدك؟ حمل قجة اجة؟ اه شو حاطت فيها هالأجة؟ حاطت فيها 550 لأتبرع فيها للسانجوت قداش إليك حاطتون؟ قل لي شهرين ليش؟ ليش بدك تعطي للسانجوت؟ لأنه هني عطوني شيء وأنا بدي أعطيهم شيء بالمقابل شو عطوك هني؟ عطوني علاج ببلاش ووالا مرة خلوه لي زعلان ودايما خلوه لي فرحان كيف يعني أعطيكم علاج بلاش؟ يعني هني بيجوا بيحطوه نعم أنت شو كان بك أصلاً ليش فتت على المركز؟ أنا فتت على المركز تأت علاج من سرطان اسمه لوكيميا نعم هو عن عبارة أنه خال عدم بينتوج بينتوج خلايا؟ ايه ايه؟ أكبر أو أصغر من خلايا الجسم نعم وبيحربوا الجسم وهذا الشيء بيسبب مارت بالدم طيب وهلأ قديش إليك عم تعمل علاج؟ أنا لحيصير إلي سنتين بلشت بـ 13 شباط 2013 شباط وقديش بعد عندك علاج؟ سنة ونص وعم تتعذب عم تنوجع شو شعورك؟ هاي هالعلاج بيبالش من مرحلة من مرحلة صعبة بتكفي بمرحلة هاني وهلأ عندك بأي مرحلة؟ هلأ أنا بمرحلة الوسط قديش مبسوط أنت الليلة عم تدفع للمركز؟ أنا مبسوط كتير ليش؟ لأنه بدأت برع للسانجود شو بتقولون للناس هلأ طلع فيهم هاي الكاميرا طلع بها الكاميرا هون هون عندي مكري بعتقد طلع بها الكاميرا شو بتقولون للناس ليساعدوا المركز؟ تبرع صغير من ناس كتار بيعمل فرق كبير وبيش في بلادي السانجود نحنا عم نتعالج بلاش وعم يعطونا قابل ومامي ولا مرة خلونا زعلانين وعم نتقلم وعم نتوجه كيف لولاد الما عم تقدر تتعالج؟ فأبليز نتمنى من كل الناس أنه تبرع للسانجود لو قد ما كان المبرخ لك شو هالكفاح العظيم أنت؟ أنا بدي أقول لك ميرسي أنت تحب السباحة تحب البسيكليت كمان صح؟ هم تقدر تعمل سبور هلا؟ هم تقدر تروح تعمل بسيكليت وسباحة؟ السباحة لا لأن في عندي بوليسات وبلقت مكروب هم يعني قداش تتوقع؟ أم تحت ترجع تروح تعمل تتسباح وتعمل سبور وبسيكليت وخبار؟ وقتا خليش علاجي أنا بتمنى لك شفاء وإن شاء الله هالأجي تصير ألوف وألوف وألوف سلامة قلبك الله يشفيك شكرا لقلك كيفاح الله سلام تروح من هون كارن خوري نطرتك شار حلو أهلا وسهلا فيك شار حلو بدي المنسق التنفيذي لجمع التبرعات لمركز سرطان الأطفال شرفنا؟ شرفنا فيك أول شيء ليش هالحملة وشي يعني هالحملة؟ بس بدي يقول إذا عم تسمعوا أصوات هيدا أصوات الكول سنتر كل المتطوعين كل الأطفال عم بيأخذوا اتصالات ولذلك ما تنزعجوا لأنه بتأمل أنه هالخطوط كلها سوا تكون مليانة تفضل استاذ شاء الله الله يسمع منك تفضل الكول فور لايف هي حملة عم نعملها لدعم المركز نعم قال هي نداء لجميع العالم أنه يساهموا ويكونوا كلهم واقفين أيد واحدة بوجه السرطان لمساعدة الأولاد اللي عنا بالمركز نعم مثل ما السرطان ما بيفرق لا بين دين ولا بين طبقة اجتماعية ولا جنسية كمان كل العالم من كل الأديان من كل الطبقات الاجتماعية كل واحد على قد قدرته يجرب يدعم المركز تبرع صغير بيعمل كتير على هاي الفكرة نحنا ماشيين من الألفان واثنين وبعدنا لهلأ فبهالحملة ليش عنوانا السنة استشعار الصلاة؟ ليش عنوانا دي براير فكرة الصلاة هي مثل ما صالة بتجمع كل الأديان وعملنا بالمناسبة كمان جولي على الرؤسة الطوايف في لبنان وكننا عم نصلي مع الكل برفقة ولاد من عنا من المركز ولاحظوا الكل انو صلاة هي نفسة عند كل الأديان نعم والصلاة كتير مهمة لتقوية الإيمان يلي هو كتير ضروري عند الطفل الإيمان والثقة انو هيشفى يلي كتير بتساعد مع العلاج الطبي بكمله بعض اديش بتوقع انو تلموا بهذه الحملة او اديش انتو تتارجد طبعكم لهذه الحملة المالية؟ بها الحملة هاي هدفنا انو نقدر نعالج بحدود 8 أولاد نعم علاج كامل اكيد يلي هي عبارة عن 50 ألف دولار بالسنة لكل ولد يعني ما يجمع بحوالي الأربعمائة ألف دولار حديث الى قديش صرتوا مجمعين يعني انا كتير مبسوط انو يشمع انو في شوية انترفيرانس بالصوت بس كل الخطوط انشغلة شغلة عظيمة لنقول اسم الله بعض شوية رح نسمع نحكي مع المتطوعين حدي تلق غير 25 ألف دولار لهذه الشخصية اللبنانية تصلت بأول حلقة تتقدمها شو جمعتو؟ اليوم صباحا بلشنا نهارنا بمبلغ 45 ألف دولار نعم هذا كان الصباح قبل الحلقة تحضيريا بالدعاية اللي كانت عم تنعمل وفيه هلق 25 ألف دولار اللي حضرتك اعلنت عنا وفيه دونيشنز هلق بلشوا عم يكتروا فبآخر بركة المحور الأول من ضلع نحنا رح نضلع على كل حال بيعني نعمل أبديت لحتى نعرف شو عم بيصير ما ياتصال من الأستاذ ناجي أبو زيد طبعا سيشان رح أرجع أحكيك أستاذ ناجي أبو زيد العضو التنفيذي لمجلس إدارة الأوم تي معنا على الهاتف لحتى يشرح آلية الدفع والتبرع لمركز سرطان الأطفال أستاذ ناجي مساء الخير مصور أستاذ نارسل بشكرك على الاتصال أنا ما عم بسمعك بشكل واضح أستاذ ناجي لأنه عم بسمع هون كل الانترفيرانس طعب الاتصالات ياريت بتقلنا بتحكي مع المشاهدين بتشرح لهم كيف آلية التبرع وليش أنت وآم تي دخلتوا بهذه المسألة؟ نحن كآم تي أستاذ مرسل هيدا مش أول مرة نتعاون مع مركز سرطان الأطفال سبق وكن فيه تعاون بسنة 2013 ببرنامج هوم سويت هوب كمانا وتكلل بالنجاح والسنة كمانا عم نشارك نحن وياهم بالحملة الجديدة اللي هي كول فور لايف ووضعت شركة آم تي شبكة فروعة أنه ألف من أكتر من 950 فرع بكل لبنان لخدمة هذه الحملة وسمحت لكل شخص بحب أنه يتبرع على المركز بأي مبلغ كان إن شاء الله دولار أو أكتر بكتير إن شاء الله نعم أنه يروح على أي مركز لو أنتي دي كل لبنان ويقدر يعمل هذه الخدمة بشكل مجاني من دون أي مقابل نعم شكرا لك أستاذ ناجي أبو زيد أهلا وسهلا فيك بدي أحكي مع توني أشقر توني بتقرب الميكرو معك توني أو بعطيك الميكرو رأعطيك الميكرو توني مصور أول شي بدي أقول إنه توني موجود معنا الليلة توني أشقر أول مرة كان عم يحضر حلقة كلام الناس بالألفين وثماني دعما لمركز سرطان الأطفال مسك التليفون مثل ما اكتر منكم هلأ مسكين التليفون وعم بيجربوا يتصلوا بالكول سنتر أو بالأو أم تي أو يفوتوا على الأونلاين وتبرع أديش كان المبلغ اللي تبرعت في توني كان عشرين ألف أدي عشرين ألف عشرين ألف ليرة نعم عشرين ألف ليرة كانت عقد طاقتك كنت تلميذ بالجامعة وهالقدة وبقدر أتبرع طيب اليوم شو صار شو عم تعمل أنت هون من خلال موقت هديك المرة بسنة الألفين وثماني وقت تتبرعت الليتني مكمل بحملة التبرعات اللي ماشي عندنيها بالسانجود تبرع شهري يعني في فتعي كل العالم مش بس يتبرعوا هلأ بس بالكول فور لايف وهي مش الإيميل الكبيرة هي والمهم يتبرعوا وضلهم دايما يتبرعوا ويساعدوا نعم طيب شو حركت فيك الحلقة السابقة؟ ليش حسيت أن بك تمسك التليفون وتدفع؟ صراحة أنا تعرفت على سانجود لما كنت تلميذ بالجامعة كنت أشتغل بالمستشفى نعم كنا كنت أشتغل فيزيترز جايد أمرق على سانجود وصل وراءه ما دل أهل أما شي كنت أمرق شوف الأولاد عم بيلعبوا بالبلايجراوند تأثر دايماً لما أشوفهم عم بيلعبوا وقول إنه ليش هني مصابين بهالمرض؟ وخصوصاً إنه متل أكترية الأشخاص إلا ما مارق عنا حالة بالعيلة حداً أما رفيق أما قريب عنده هالمرض فقلت بدي جرب شجعهم وعطيهم أمل بالحياة وعطي ساهم بتبرطة يشفوا لهالسبب نطرت حملة كول فور لايف أول ما بلشت دغلت تصلت ومشيت من وقته لهلأ بهالطريقة شكراً لإلك عكل حال بس قبل ما أدخل استعرض لأنه مفروض كنا نحكي معهم كلهم كل صغيرة تفضل الشعار الحمل السني لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان نعم فبتمنى من كل العالم ما يفرقوا ولا ينطروا لأنه ما حدا بيعرف السرطان يعني ما يفرقوا ولا ينطروا لأنه ينطروا حدا من عائلتهم يصير معه وبالعكس يساهمه خصوصاً إنه هالمركز بيعالج أطفال من كل الطوايف ومن كل الطبقات الاجتماعية ما بيميز بين حدا وبيعالجهم بدون أي كلفة شكراً لك إن شاء الله يكون في كتير مثل أمتالك قبل ما استعرض مع مونة مونة مع كمانا مع نها وبعدين ريم استعرض معهم ليش إني كأطفال مصابين لبعض منهم شفوا عم بيخدوا هني شخصياً الاتصالات بدي استعرض معليش معنك عالتليفون تاخد الميكرو حضرتك شو اسمك إلا ساعد ساعد شو ساعد الكردي ساعد الكردي مفتوح الميكرو معك عم تسمعونا مظبوط ساعد الكردي شو دورك بالبركز أنا منسق جامعة تبرعات منسق جامعة تبرعات تعطي الميكرو حضرتك مين دارين أبو عمو دارين أبو عمو بي آر ان كمينيكيشن ديزاينر شو وضع التبرعات لا هلأ ألف وثلاثين دالر هلأ عندك عندك لوحدك أوكي حضرتك مايا جوني مايا جوني نعم مديرة قصن شؤون المرضى مديرة قصن شؤون المرضى انت عم تاخد التلفونات أو ما نملحها نا ما نملحها حضرتك مين تبرمي شوي معك جوانا جوانا من شركة أوم ت أهلين شو مبين على الأونلاين نحن هلأ عم نجرب نكون عم نساعد العالم تندلون عقرة بمركز تقدروا يكونوا عم يتبرعوا للسانجود شكرا لك تفضلي ملك بودياب أنا أكاونتين تون بسانجود بشتغل بمركز سرطان الأطفال الدونيشن هلأ هلأ منيحة جوت في ناسا نبدأ وإن شاء الله نجيب مبلغ منيح لنساعد الأطفال ما بين عندك شي المبلغ لا يعني بحدود الألفين دولار بانك أودي مضبوط راندا شاليتا بانصوار نحن نحن مبدئيا جزء من هذا البروغرام التطوع والاتصالات كتير كتير قوية ومنتأمل يتصلوا كتير فينا لأنه عن جدنا تريينهم وما ييقسوا وهي أهم شيء لأنه بعرفي ضغط كتير على الخطوط طبعا رح نرجع مع شار الحلو بعد شوية نظلنا نكون بصورة هذه التبرعات يا مونة فيك تحكيني يا مونة سكرت التليفون عم تاخد اتصالات حملي الميكرو نعم عم نسمعيك هلأ مونة عمرك 11 سنة قديش كان عمرك وقتي قصبتي بالسرطان كان عمري 10 سنين كان عمريك 10 سنين قديش خلصت العلاج أو بعدك عم تعملي علاج خلصت العلاج من شهر ونص وهلأ شو عم تعملي بيجي كل شهر وبعمل فحوصة شو نوع المرض اللي كان معيك كان معي بالدم نعم سرطان بالدم تخبرينا شوي شو كان دور مركز سرطان الأطفال معك ساعدوك يهتموا فيك شو؟ ساعدونا أول شي بالعلاج بتأمين العلاج من جميع الأنحاء وكل ما نجي ما بنحس أنه عم ناخد علاج لأنه في كتير أنشطة بيعملوها ومندرس ومنعمل أكتيفتيز ومندق على البيانو بدق على البيانو بس أنت عندك ويت ترسمي منيح يس مين رسمت بهالمركز؟ بعد ما رسمت حدا شو بتحب ترسمي أكتر شي؟ بحب أرسم بيوت بيوت حتى لو في أولاد خلصوا العلاج بس بعد في أولاد بحاجة لكم لستتبرعوا لون أكتر لأنه إذا ما تبرعتوا ما بيقدروا يعملون العلاج شكرا لأليك بدي انتقل على نوها نوها السباعي نوها أربي الميكرو بعدك عم تتعلجي شو المرض اللي معك؟ أنا معي بالغدد المفومية بالغدد المفوية إيجا المرض هون بقلش بيوجي بوجيك؟ اسم الله عليكي مثل الأمر مرسي هيدا كله بفضل هون بفضل المركز؟ شو ساعدك المركز نوها؟ ساعدني بتعلج وأمن كل شي وأعطاني معنويات وساعدني بكل شي بخص مرضي طيب شو بتقولي للناس هلأ على الكاميرا ليش بدوا يتبرعوا؟ بقللهم يتبرعوا كرمال يساعدوا أي حدا هون مريض وفي كتير عالم مرضا وما عم بقدروا يتعلجوا بفضل ما معن حق العلاج المكلف لهيدا المرض كانسر وفيك وتمنى أنك كلي يشارك بهالشي عندك امتحانات رسمية السنة مشاك؟ ايه عم بتساهلوا معك بالمركز؟ كتير كل يوم بيجيب بس كرمال إدرس و... مين بيساعدك؟ حسان دعوء بيساعدك؟ الساد حسان ومس فريال ومس ألمانس نعم بتخبريننا شوي يعني بياخدوا منك مصاري شي بالمركز أو لا؟ لا أبدا؟ أبدا؟ ولا شي بدي انتقل شكرا لإلك شو وضع التبرعات عندك؟ مش الحال مين دربكم عكي بتاخدوا تليفونات واتصالات؟ السيشار؟ السيشار دربوكم كي بتاخدوا التليفونات؟ شكرا لإلك نحس بدي انتقل آخر شي لريم ريم حزوري مش قادرة تحكيني ريم ريم بدي يقول إنه ريم عمره 17 سنة تم تشخيص وأكتشاف مرضة من حوالها سنة بلشت الإلاج بأيلول 2013 وأنهته بنيسان 2014 يعني رح يصير إلى حوالها 9 شهر أو 8 شهر خلصت هذا الإلاج عندها هوتشكنز لينفومة وحاليا توقفت على العلاج وهي بيصف البكالوريا القسم الثاني ياريت كان فينا نقدر نحكي معها بس توني بتكفي التليفون معها بتاخد الميكرو خد الميكرو كيف بتشجع الناس ريم إنه يتبرعوا للمركز؟ كيف مع هيدا الكاميرا؟ بحب برافو بحب قللون إنه نحنا هون لنتعيلاج واللي كان كل الأكيب هون ميديكل ستاف أو الإداريين كانوا عم بساعدونا لنحنا كان الوسيلة الوحيدة هي الدونيشنز ليقدروا يجمعوا هيدا قرب الميكرو شو أحبت كان الوسيلة الوحيدة هي الدونيشنز وعبر الدونيشنز عم يقدروا يجيبوا الكيمو ميديكيشنز اللي نحنا عم ناخدهم وأنا بفضل السنتر هون شفيت وبتمنى كل الطفل هون يشفى بمساعدتكن شكرا لك يا ريم هيدا شهدات عظيمة لأطفال مرضى عم بيتعالجوا لغاية هلا وأطفال شفوا هني حبوا إنه يكونوا عم بياخدوا اتصالات كلها حتى يقولوا لكم تفضلوا كونوا معنا شركاء بهذه الصلاة هذه الحملة اللي هي حملة صلاة من أجل مركز سرطان الأطفال ليكوا شو حلو هذا الشغل العظيم هني المرضى عم بياخدوا اتصالاتكن وهي مسألة تضامن ومسألة محبة بدي أشكر كل شخص عم بيمسك سليليرو أو عم بفوت أونلاين أو عم بيمسك تليفونه لحتى يتبرع لهذا المركز ليتبرع اليوم الصبح ليتبرع موقت ما طلعت الأعلان ليعم يتبرع الليلي وعم يتبرع طوال الأيام اللي جاي دعما لهذه الحملة مريم الأميرة الصغيرة هل أضعفها المرض؟ ألسي مفرج رفقتها بيوم من أيام علاجها بهذا التقرير في فرشي سناني وبلبس بعد المبروح مريم الأميرة الصغيرة بتبلش نهاره وكأنه طفلي عادي وكأنه رايحة على المدرسة مثل مثل كل الأطفال لكن وجهة مريم من المدرسة كنت روح بس وطلت الدكتور قاله من شام أنا مريضة وحدا عداني وعدا المغلوف مريم كانت طفلة طبيعية بتمرس حياتها كل شي طبيعي بتروحها المدرسة عندها أصحاب عملت حرارة ضمن التحاليل والفحوصات اللي تمت لألة خبرونا أنه هي عندها لوكيميا ما قدرنا نتقبل الموضوع بالأول كان كتير صعب علينا نتقبله بعدين خلص بدك تستمري وبدك بلشي بالعلاج بنروح النيرس بتعملي البوليسايد بعدين بنروح الدكتور يعملولي قبر وبيحصوني بس بيشيلوا من البوليسايد دم سي بي سي وبيحطولي الكيمو مدرسة مريم وملعبة أصبح اليوم مركز سرطان الأطفال السن جود هون بتعالج هون بتدرس وهون ربط أصحاب جديد مريم من أول ما أجيز أول شي كنت تستحي شوي بعدين أدخلت سالة تعمل أصحاب وسالة تحب تلعب وما في حدا من البولنتيز ما بيحبها لمريم لأن هي تحب تلعب معهم كلهم حياة مريم تغيرت وبطلت تشبه حياة أي طفل تاني احتكاك بالطبيعة ممنوع وأبسط النشاطات صارت محرومة منها أما أفضل لعبة عندها اليوم فهي البازل أول شي لن نعمل كورنج نعم تعمليها كم بيس فيها؟ فايف تسي ستاب مانتباً هيك هيك ما يليم وما يليم ما فيني نلعب معهم ما فيني نلعب معهم بس لأنه منعت واضي وبص من بعيد تقدر على كل الأنمال ما فينا تتقرب على الحيوانات الأليفة وعلى الزرع على النباتات فبتحس إنه طبعاً شي كتير مؤثر إنه طفلة مش عم تقدر كل شي برولز كل شي بقوانين محوطة ممنوع تعمل هيك ممنوع تطلع ممنوع تمشي من دون ماسك ممنوع تغتلط مع أولاد في أولاد هون مساء مبرة بيكونوا إلا بيكون خية ما فينا طابط بس يجي من المدرسة بيكون مغير تيابه ومتحمم عيلة مريم لصغير اليوم موزعة بين بيروت وقطر حيث يعمل ولدها لكن كل عيلتها الكبيرة محتضنتها كعيلة كنا كليتنا مع بعض وصار هيدا الأمر شي كتير صعب ومؤثر ما أعز من الولد إلا الولد الولد شو بيتطلب الموضوع من نوديها على المستشفى ونجيبها وننتظرها وشو يلزم لها كل طلباتها يعني مجيبة ما عم نقصر معها والحمد لله هي نفسيتها مرتاحة ومبسوطة يعني متقبل الوضع مريم شعره كان طويل كتير وبنت تحب تحتم بجماله وبشعره وبتيابه وبتحب تزهر بأحلى طل دائما فكان كتير صعب موضوع أنه توسيله فكرة أنه رح يسقط شعرك أنا وياه هون قبل ما تمرد هيدا شعرات الأميمي أنا وحتى عمتا قصينا شعرنا وقلنا للكين احنا فينا نستغني عنه كان شعرنا طويل قصينا هيدا عمتا هيك كان شعره قبل وقصت شعراتك الملمي متضامنا تشجعت وقصته دمحيدا لأنه رح يسقط شعرك لمريم أحلام حلوي بسيطة أحلام تعكس اللي عم بتعيش وبتفرطة يروح المول شو هديك تعمل بالمول يلعب بالبلاينج آريا هلأ ما فيك توحي؟ اه ليه ما فيك توحي؟ أن الناس يعدوني اتأثرت وتهبت ما قادرة إنو بنتي هلقات تعباني مش عم بقدر أعمل لشي عبدتني قلت لي ماما صدقيني رح سير مني حربنا رح يبعت ماجيك من الصماء لعندي ويش فيني يا عبد يش في كل أولاد المريضين رائع جداً مريم الأميرة مؤثر جداً وبطل الأم والخالي أو العمي لقصه شعر موكبة لمريم في علاجها قصة بطولة بدي رحب قبل ما تابع من المركز مع بقية الأطفال مع بقية المعنيين بدي أسابل دكتور بول إدي أمين عامل هيئة تنفيذية رئيس مجلس أمناء 2010-2013 لمركز سرطان الأطفال أهلا وسهلا فيك شكراً سيد مرسل يعني نحن دايماً عم نتابع معك وعم نحب كل شي عم تعمل لهذا المركز ليش الصلاة هي عطاء والعطاء هو صلاة عنوان هذه الحملة فيني يبدلش قبل الصلاة فيني أقول صلاة مهمة طبع أول شيء أتشكرك سيد مرسل هذا شغلنا وهي وجه بيتنا لا حضرتك من عشر سنين إلى اليوم وكبتنا بكل الفترات بكل مراحل في الوقت الصعب وفي الوقت الغير صعب واليوم الحلقة عم تجي نعم بإطار الصلاة لأنه آخر شيء شو ما حاولنا نحن وشو ما عملنا وشو المأطبة عمله آخر شيء الصلاة ضرورية تعطي الإيمان أولاً في الإيمان تاني يجيب تعطي الأمل بقى من هيك الحلقة هذه تحت إطار الصلاة بالوقت نفسه الصلاة الجماعية اتفق عليها صحيح ما في عندك مشكلة صحيح من كافة هلأ نشوف تقرير المرجعيات الروحية اللي مراحل الأطفال فزيع اللقاء المرجعيات الروحية ومهمة هلأ بهالوقت كمان قبل ما نبارش بالأسئلة بدي بحب أقول أنه هايدي باسمه الجولدون ريبن سألت عنا شو هي لحطتها البنت على صدرها هو شريط الدهبي هل هو بمثل ولد اللي هو مريض بالسرطان وبحب بها المناسبة باسم مجلس الإدارة قدم لك الجولدون ريبن آه تانكو هايدي شرف هايدي نشان حضرتك بتشارك ونحن نحن عنا رؤية المجتمع المدني عليه واجب المشاركة بأي صورة من الصور الشباب الفنيين اللي عم بيشتغلوا معك عم بيساعدونا عم بيشاركوا على التليفون عم بيشاركوا المشاهدين عم بيشاركوا ونحن كمجلس أمنا منحاول نشارك وندعم هالمهمة هايدي أسيد مرسيل هايدي شرف لألنا دكتور إدي شو يعني عمليا خلينا عرف شو المطلوب سنويا لتأمين الميزانية اللازمة الحاجات شو بتعملوا لاستمرار علاج الأطفال بنناخد لمحة مختصرة معنا نحن هيدا واجبنا مجلس الأمنا اليوم بيطلع هو الحقيقة بيحط الموازنة مع الهيئة التنفيذية موازنة مجلس الأمنا مجلس الأمنا أول دور لأله هو وهو أمين نعم على هالشخص المعنى وهي اللي هي اسمه جمعية مركز سرطان الأطفال ما عنده صاحب صاحبها هو الأمنا وأصحابها هم الأطفال المريدين بالسرطان هذا أول شيء ثانيا ينبسق على المجلس هيئة تنفيذية والهيئة التنفيذية تقوم بمواكبة عمل الهيئة الإدارية ووضع الموازنة وفي الوقت نفسه تدعم عمل هالموظفين كلهم وهالأشخاص اللي هن بيحاولوا أمنوا المال مشين تنتبع العلاج نحن بحاجة سنويا اليوم ب15 مليون دولار أنا حقلك نحن التوقعات الموازنة للعام العشرين عشرين هي اكزاكلي 24 مليون دولار يعني مليونين دولار شهرية طبيعي يعني 24 مليون دولار بالسنويا بال2020 نعم تابع أنتو الانكم اللي عم بيجي من وين بس تبرعات نحن عنا نحن عنا مدخول 20% أغلبه بيجي من اللبناني شوف شوف محليه هنا على التليفونه كله سوا مش ميت دولار مش خمسين المجموع نحن بيجينا من التبرعات وبيجينا من السنجود فقط مبلغ مليون دولار بالسنة هيدا التزعم تعهد من داني توماس لدعم هالمركز في عمله هاللي هو خدمة المشترك علاقتكم الجامعة الأمريكية شو نحن عنا اتفاق سميتو سوليثي الحقيقة أصبح اليوم رباعي نعم عام 2011 أنا وقعت اتفاق رباعي بين السنجود مستشفى الجامعة الأمريكية الألزاك ومركز سلطان الأطفال نحن علاقتنا مع الجامعة الأمريكية عضوية مثل علاقتنا مع المستشفى السنجود الجامعة الأمريكية أول شيء نحن عنده جامعة متشكرها للجامعة ثانيا الجامعة عنده مستشفى عريق وعنده أطباء له من كفاءة الحمد لله بدي أقول كلمة هون كيفة الأطباء في لبنان بخبرتي أنا بالخارج هني من أفضل أطباء الممكن نحن نشوفه نحن بحكيها بخبرتي إذا عندي وقت بعدين بحكي عنا نحن مستشفى جامعة الأمريكية بتقدمنا الخدمات التمريضية والطبابي والمختبرات في تعاون والسيق نحن وياها لمستشفى جامعة الأمريكية وعندنا مركز الأبحاث نعم كمان مع مستشفى جامعة الأمريكية بالنسبة ل مركز الأبحاث شوه مركز الأبحاث اللي هو مسؤول عنه الدكتور الرية صعب رح نشوف بعد شوه مع الدكتور الصلح مع الدكتور الرية صعب تأريد هكتير مهم لأنه بنتقل هذه المعلومات بتروح للسنجود لأمريكا لتطوير بروتوكولات الطبية سؤال أخير دكتور إدي ليش الجولة على المرجعيات الروحية وشو علاقتها الأمر بالسرطان يعني ليش أخدتوا الولاد على المرجعيات الروحية هلأ أنه عنوان حملة الصلاة أول شي ما حكيت أول شي عنوان حملة الصلاة الشغل الثاني مرجعيات الروحية هي كلنا متفقين عليها نحن أنه متعاوني مع بعضها بهالإطار هيدا تعطي دينامية ثالث شي مرض السرطان كثير مهم اليوم مرجعيات الروحية عندها علاقات مع مجتمعاتها مع المجتمع اللي عندها ضروري ضروري أنه تكون في نوع من التوعي بين هالمجتمعات هيدا يتبع على الطوائف لسؤال خاص في لبنان وعندك هني هني بيقوموا بالصلاة يعني يخرش الصلاة بيصلوا لإخوارني والمشيخ والجماعات هولي وبشارك معهم المجتمع المدني إنما بالوقت نفسه بنا نحسسهم بالمسؤولية لتقع أيضا على المرجعيات الروحية بكاملها يعني ما بكف نقول نحن صلوا وانتبهوا إلى آخره في مسؤولية مدنية تقع على كل فرد في هذا الوطن لبنان وبدي أضيف شغلي هون أستاذ مرسال كتير مهمة نحن اليوم كمركز نحن مركز إقليمي أصبحنا ومش إقليمي نحن عم نغطي الشؤون الدولية وأنا المسؤول عن الشؤون الدولية ونحن اليوم فتحنا مركز لتأمين المال في لندن وأخذنا شاريتي بايز يوكي من شهر تقريبا وهلأ طلعتني مرة على لندن بدي أتشكر بالمناسبة للسفيرة نعم عصيران يخذ العين عننا شو هالستة الكويسة وشو ساعدتنا بالإضافة إلى جارية لبنانية هناك وجارية عربية نحن بحاجة لفتح قنوات في كافة مراكز في العالم لتأمين المال لدعم الأطفال ليس فقط اللبنانيين أي طفل يدخل المركز هذا اللحظ رح نحكي بعد شوي مع ستهنة شعيب ومع بقية أعضاء المركز دكتور بول إدي أنا بدي أشكرك على هذه الإطلال لبداية الحلقة يعطيك ألف عافية والصلاة دائما ترافقك المرجعيات الروحية عنوان حملة مركز سرطان الأطفال هذا العام هو لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان من هنا كانت الجولة على المرجعيات الروحية اللبنانية ألسن فرش مع التربية مع العناية الجسدية للأولاد بدي يكون حب أكتر من العناية الجسدية والمالدية حب أكتر منها لأن الحب هيدا بيشفي تأكد الحب بيشفي صلوا بالصلاة دلالي ساكن السماء بيسمع نعملنا معكم ونحن نحو إياكم بدنا ندعي لعضة لرب العالمين أنه هو يشفينا صلوا بالصلاة دلالي ساكن السماء بيسمع لأن الفرح على وجهن هالحياة على وجهن وكأنه على الرغم من إصابتهم هن عم بيعطوا حياة بقلب المجتمع وبيقلب أهلهم هذا المرض علينا أن نداويه بالالتجاء إلى الله فالطفل أو الطفلة بيصوروا رسل بيصيروا رسل لأهلهم لقريبينهم بيصيروا يحكموا عن رفل قلوا إذا يكون بالعاد صوب السماء عم تستعم نتواصل الله بعالا أنه يشفينا ندعم فهودكم نريد الكل يدعم مادياً وروحياً الإنجلي مرقص البشير يقول كل ما تطلبونه في صلواتكم آمنوا بأنكم نلتموها ويتم لكم كل ذلك يعني قبل ما أنتقل إلى المحور الثاني بدي أنتقل إلى السوديو رقم واحد إلى الكول سنتر سيشار حلو نعم مرسل شو الوضع عندك بحب خبرك أنه قطعنا المئة ألف نعم والتليفونات ما عم بلحقه هذا بالكول سنتر تحت في بعض كول سنتر فوق كمان كمان ماشي التليفونات فهلأ قطعنا المئة ألف دولار بين هون وفوق نعم وإن شاء الله هنوصل للتارجت لا نحن بدنا نقطع المئتين ألف بالمحور الثاني لازم شكرا للك إذن موجودي على شاشة قدامكم برجع بذكر بأرقام التليفونات 01-35-15-15 70-35-15-15 أو بأقرب مركز للكون للأو أم تي أو على الويب سايت أون لاين www.cccl.org.lb بعد الأعلان مجموعة من الأطفال المرضى مع أهليهم الدكتور حسان الصلح المدير الطبي لمركز سرطان الأطفال وسيدي هناش عيد مركز سرطان الأطفال من علي جولدنا بدون أي تمييز بدون أي كلفة على الأهل بس كلفة العلاج كتير عالية بتتخطى الخمسة عشر مليون دولار سنوياً بفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان تبرع اليوم على قد إدرتك عبر cccl.org.lb أو عبر أكتر من 900 مركز OMT تاتش بتقدم هارف الاستقلال عرض الاستقلال بيخدمك مرتين أكتر 120 دقيقة حكي 120 SMS و400 ميجا بايت تحية لكل بطل بخدمة لبنان من 15-20 الثاني لغاية 14 قنون الأول خطب الخدمة من تاتش تاتش حلوتنا نحن اللبنانية إن كلنا عقل واحد نتشارك الحلوة والمرة وطريقنا دايماً واحد نقمتنا نقصنا ومهما اختلفنا أحلى الأوقات عطول عم تجمعنا مع أحلى عالم كوكا كولا حلوتها مع فادي ورانا وحبيبي ووليا وأكيد مع لبنان سبحان الله كيف هالعالم عقيتغير كنا نبعت مكتوب ويضلو أشهر ضيوزا سيارة الخيل كانت أجدد اختراع والطيارة كانت خرافة كنا تنتصور نضلنا عشر دقائي بلا منهز ما كافينا نصهر إلا عدو الشمعة والأمر كان حلم كبير العالم دايماً عبي يتغير طيس يصير أحسن بس في قصص مش بحاجة يتغير بن أبي نصر كانوا رح يبقى القطيع وهلأ من بن أبي نصر مع كل 3 باكي فاكيوم 200 جرام تحصلي على هدية لخفز النوعية بتلاقي الماء بمطارح مبتد خيالية مثل بها السائل الغسيل يلي في بس هالقد مكونات فعالي والباقي ماء أريال باور جل جديد في 33% مكونات فعالي أكتر وهيدا بيخليه أحسن جل بلبنان لإزالة البقعة بغسلة وحدة جربي هلا أريال باور جل جديد أحسن جل بلبنان لإزالة البقعة بغسلة وحدة ليلى سنة وأمل شو اللي بيجمعون نحن نختار أولويز ألترا رفيعة أولويز ألترا متوفرة بفوض فائقة الرقة وعلى عكس الفوض الأطنية من الداخل بتحول السائل لجال وبتحبسه فيها كيف ما تحركت تجموعة أولويز ألترا رفيعة يا زلمة ما اللبناني بيشد العزيمة زيادة عن اللزوم شيل طيبين شيل منتحد صخنين عرفت كيف؟ أو مثلا بيسرفت بلدك الدوق بيسرفت بلدك الدوق ما بيقبل بيزعل منك أوقات بيطلعك من تيبك قد ما بيعزمك وإذا ما أخدت هونيك العلقة بس علقة عن علقة بتفرق الشي اللي عزيمة عجنب مع زيت بولوس إذا دقت علقت تحلموا برموش كسيفة وجريئة لأقصر حدود جديد ماسكرة كلوسر جو إكستريم من ميبيلي نيويورك السر ماسك مواجر بتدي كمية الماسكرة فرشية ضخمة وعشرين مرة أكتر كولاجين لرموش كسيفة لأقصر حدود من دون تشبيل جديد كلوسر جو إكستريم لنظرة عميئة أسود من سويد الليل ألم كحل كلوس الكجال من ميبيلي نيويورك ما بيبهد ولا بيزيد لهم دي 12 ساعة ببلد فوق عصفة عايشي شعلي نارة دافية بس العصفة من دفل شعلي خافت وقررت تطفية جوا بتالشعلي أنا بأرضي ما منطفة جنت العصفة وعلى الشعلي كبت شدي وين ناركي اللي ما بتنطفة قالت العصفة رح تتعملها واصف تجي وتروح وناري باقي ما بتنطفة وحلى كبري ديري ميل بقياس جديد وسعر صغير بـ 500 ليرة لرموش كسيفة لأكثر حدود فرشية ضخمة وأكتر كولاجين مع كلوسر جو إكستريم من ميبيلي نيويورك دايما ميبيلي بي رش باي توني المندلق رح يبنشوا التحدي ويغسلوا هالأميسين بمعيار واحد من طايد الجديد بالحلقات البرتوكالية معيار من مصفوق وليدون رح يلبسوا هالأميستين ويطلعوا على هرم البياد ويوقفوا على درجة البياد ياللي متل أميسون تايد الجديد وصلك لقمة البياد ومش لنا ضعفة نص نص مبروك لديانا ومح يزيد مية بالمية بياد تايد بدون مسحوق الزيادة فنجان الفيلم بطل حلم لأنه اليوم ومن دون عيد ماكومبا بتهديك وبتزيد وبتقدم لك مع كل اثنين باكي ماكومبا 200 جرام فنجان الفيلم هديكي ماكومبا قهوة بتاخدك لبعيد البنك اللبناني الفرنسي هو البنك الأول بلبنان بتقديم قرد السخان الشمسي مع حسم مسحوق بتتجاوز 30% هالسخانات بتسمح للمواطنين إنه يوثروا بفاتولة الكهرباء هن وعم بيحافظوا على البيئة في ألف طريقة من ساهم فيها بطموحاتكن هيده واحدة مننا حلقة تختصر كل بشعة الأرض بنتي جابت ورقة وقلم رسمته بمرحلة إنه جاهز لكل شي شو شتني بدانتي بتعملي هيده البابا بيعملي زعران فضيحة؟ لأ هيده مانا فضيحة لبنتي أنا مبلوم بنتي هو بيغلط ويه بدأت تتقصص بنتي بنتي عمري أربع سنة على كل بل وعلى كل أم يحضروا هذه الحلقة من القلب إعلاميين وممثلين ضامنوا سوا ولمدة ساعتين تلقوا اتصالات لين كتب أمل جديد وحياة جديدة لدياما من خلال ضعفة وألامها عاطتنا الأمل لألنا والرجع إيد بإيد وبظرفة 48 ساعة تأمن مبلغ 200 ألف يورو كلفة علاج دياما بإيطاليا دياما من قلبها صغير تشكر كل اللي حبوها صلولا وتبرعولا وعلى وعد تتطمنوا عنا قريبا مركز سرطان الأطفال في لبنان هو المرجع الطب الأساسي لأكثر من 22 مركز في لبنان والمنطقة بيعالجوا سرطان الأطفال لا بفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان تبرع اليوم على قد إدرتك عبر cccl.org.lb أو عبر أكثر من 900 مركز OMT أتابع من مركز سرطان الأطفال حلقة موعدهم مع بكرة الجامعة الأمريكية بيروت في أيام الدعم المالي والتضامن والصلاة مع مركز سرطان الأطفال لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان هيدا عنوان حمل التضامن كونكتار للتبرع شفتوا قدامكم عم بتشوفوا قدامكم على الشاشة كل المراكز قبل ما أسابل دكتور حسن صلح المدير الطبي لمركز سرطان الأطفال ورئيس جسم الطبي بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية كما سيدي هنا شعار الشعيب المديرة العامة للمركز أستقبل عيني من أطفال المركز مع أهريون أهلا وسهلا فيك شو اسمك؟ ريدا ريدا شو؟ بوتين ريدا بوتين ريدا بوتين أهلا وسهلا فيك ريدا شو بك؟ صار معي لوكيميا من سنتان صار معك لوكيميا؟ من سنتان من سنتان إدي عمرك كان؟ 6 سنين وهلأ صار عمرك 8 نعم وهلأ عمتت علاج؟ اي ها كدش بعد بدك تتخلص علاج؟ بعد بد سنة بعد بدك سنة؟ وخبرنا شوية عن فترة هالعلاج كيف؟ هالعلاج كانت صعبة شوية أول سنة وبعدين صارت تساهل كل أسبوع كيف يعني أول سنة كانت صعبة؟ خبر مني شوية يعني كان يجينا حرارة اي وندخل بالمستشفى كثير اي وهلأ؟ هلأ كل شي منيح خبرني كنت تروح على المدرسة وتجي أو لا؟ اي بس كنا في تطعيم ضلني أسبوعين من البيت ومدرس اه طيب بس عرفت أنك تعمل حكيم؟ اي اي طبيب شو بدك تعمل؟ مش مؤكد بعد لا مش مؤكد إذا بتعمل طبيب أو مش عارف أي نوع طب بدك تعمل؟ شو؟ مش عارف أي طب بدك تعمل اه ليش بدك تعمل طبيب؟ لأن الطبيب بيساعد العينم هو بيحل العينم صح خبرني شوية عن الأطبال كينو عبيعالجوكم كينو مناح معاد؟ اي وكلونا بيساعدونا والمركز؟ المركز هم ينفع كتير مصاري علينا منشان نتعلج نحنا ويساعدونا كيف تعرف هالشي؟ لأنه هني مشتروا الدواء خبرني شوية قالولي دق بيانو ايه وشو كمان؟ او بلعب بتنس وفوتبول بوف كله بتنس وفوتبول بس قالولي انك حلمك تسافر على محل لوين؟ على اسبانيا شو فيه باسبانيا؟ في ريال مدريد انت مع ريال مدريد؟ انا مع برشلونة شو شو بتعمل فيه؟ مبعب طيب بتلعب بيبون كمان؟ ايه خبرونا عندك سنتور شو لونه بالتاكواندو؟ احوال شو ني وين تصير؟ اعلى شي اعلى شي وين؟ على الاسود عم يكون خالص ريدا خبرني لما كانوا يشوفوك الناس انه هر شعرك شي لما عملت العلاج؟ ايه زعلت؟ نا اول فترة ما بكيت ابدا؟ نا اف؟ اللي بنقلولك انه هيدا علاج بدو ينزل شعرك شو صار فيك؟ صارت استحي شوية تستحي وشو عملت؟ تعودت او شو؟ تعودت انه لازم ااخد ضوعة ما عندي حال ايه شو كان دور امك معك؟ كانت تزعل؟ ايه كانت تزعل بس كيف تعرف انت؟ كانت شوفها تبكي؟ نا بس بس شو؟ بس كانت كانت هاي جدت هلا برا تشوف المدرسات شو بهم؟ ايه 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 كلهم فوق التسعين كلهم فوق التسعين؟ ايه 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 ذو ايه components ايه 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 عشر سنة. ما لديك؟ معي لوكيميا بالضم. لوكيميا بالضم. أي سنة؟ صر لك سنتين. لك سنتين. خبرني ما عن مرحلة العلاج. هل ضيقت فيها؟ أكيد. أول فترة يكون في كتير أدوية بالبيت و هنا بالسنتر ووجع و هكذا. ما هو نوع الوجع؟ تضيق من العلاج أو من المرض؟ لا من العلاج. هناك دواء اسمه بن كريستن بوجع المفاصل. وأنا عطول كنت أوجع منه كثير. و كمان قلت فيها مرات بيأخدوني على الطوارئ. نعم. هر شعرك؟ قلت لك شي أمك أنه بدي هر شعرك؟ ايه. حضرتك قبل بوقت؟ شو قلت الله؟ خفت زعلت؟ لا بالعكس لأنه هلأ لأنه في موضع الشباب قلت لهم كلهم قصين شعرك. بس شفنا أمه لمريم قبل شوية هي كمان قصة شعرك. يعني أنت تعملت مع موضوع عادي. أصحابك اللي كانوا يشوفوك بالمدرسة شو قلوا لك عن شعرك؟ ما كنت روحها المدرسة بالفترة لعلاج. نعم. لأنه كان كتير منع تواطي. بس رفقتي كلهم بيعرفوا. وما يقولوا شي. كيف تعملوا معك رفقيتك؟ حبوك أكتر؟ صار يجل عندك أكتر؟ تضامنوا معك أكتر؟ أنا عطول بحكيون وكانهم بيدعموني معنويا. كيف يعني يدعموك معنويا؟ أنه قوي حالك شربل وهيك. أمتى كنت تزعل؟ بس بالوجع. بس إن وجعك كنت تزعل؟ كنت بكي؟ مم. شو تقل لك إماك؟ كانت بكي معك؟ ليش كنت تبكي معه؟ ما تم تقويله معنوياته؟ لا أنا كنت تقويله معنوياته لشربل. بس أنهم تشوفوا قدامك لأبنك بس هم موجوعا يبكي وهيك. إلا ما تنزل دمعتك. بس يعني. قبريني عن معنويات شربل. شربل معنوياته كثير قوية. يعني الحمد الله ما ضعفه قدام المرض. أنت أضعفت قدام المرض؟ أنا ما ضعفت. وبعدني قوية حمد الله. شو كان دور المركز إلى جانبك بتقويلك معنوياتك ووضعك شو؟ كان عندك هالمركز كان عم بيدعميك؟ أكيد. إنه هون بالمركز إذا بيشوفوا أم هيك شوية متضيقة أو شي بيدعموها بيحكوها. يعني بيعطوها ثقة. يعني إنه لازم تكوني قوية. حمد الله. شو يعني إنه شو يعني إنه أم يكون ابنها مصاب بسرطان؟ هل هيدا تست للإيمان أم أصاص أم عقاب؟ كيف تعملتي مع هيدا الموضوع؟ خاصة إنه عنوان الحملة الصلاة. فقدت إيمانك قوي إيماني؟ لا أكيد قوي إيماني أكتر. يعني صرت تقول يا رب إنه أنت عطيتني شاربيل. وأنت يعني تصرف فيه. وهو اسمه شاربيل على اسم مار شاربيل. يا مار شاربيل أنت تكون معه واش في لي؟ متما أنت بدك؟ عطت شو أسوارك مار شاربيل؟ هيدا مرة طلعنا رحلة عمار شاربيل. نعم. جبتها. نعم. بتصلي؟ نعم. شو بتقوله؟ صلي ليلي بدي صلاة منك على طريقتك هلأ اللي تشفى. طلع بي كاميرا التونية بيزيد قبيلك هوني. شو بتقوله؟ صلي. قول صلاة. في صلاة أنا بقولها كل ليلي. يعني هي تت علمتني إيها. تت علمت المام والمام علمتني إيها. شو هي؟ حطت راسي عفراشي. سبعة سلبين فوق راسي. مدل مسيح يمينو. شاشعة أناجيلو. في ثلاث رهبان بترسوولو سمريحانا المعمدين. يا رب لا تموتنا لا حريق ولا غريق. ولا مش هشعة على الطريق. إلا موتها نية. أربانة طارية. ترحم أم وبي. كل ما تشيء وطعب علي. عمي. فضيع. شو حلمك بالمستقبل؟ كون انتيريور ديزاينر. ليش انتيريور ديزاينر؟ تحب الرسم؟ كتير. وبديزاين وهيك إشياء. شو هلأ؟ بتحب تغير بها المركز هون تشيل وتحط فيه شو؟ هل تنكشل كتير الغراض البيت؟ لا. أكتر شيء بالرسم. بالمركز شو ساعدك شربل؟ تخبرني شو بي اختصار شديد. بدي انتقل عغير ربورتاج. كل شيء. مانويا. شو بتقول الناس هلأ تيتبرعو؟ بقول انه بمبلغ صغير بساعد كتير أطفال. شو ساعدك المركز ستنوهد؟ كيف دعمك؟ دعمني انه عم بحكم لي شربل. نعم. يعني مجانا. وهيدا شيء انه ما بتلاقي منه بغير مستشفيات. نعم. انه تيجي تجيب ابنك تحكمه مجانا وتفل على بيتك. انه هيدا أقوى دعم. يعني بالحياة. أكيد. شو بتقول الناس هلأ يتبرعو؟ ما زال انت من الناس اللي استفادوا من هذا المركز وما دفعوا فرنك. أنا بقول لهم للناس عندهم بليز بليز تبرعو. يعني لو بمبلغ صغير. يعني بتشفو كتير ولاد ويعني مبلغ صغير فوق مبلغ بصير مبلغ كبير. شكرا لك ست نهان شاربول. بالصحة يا رب. مدام بوتين ست أمل. كيف تبدلت نظرتك من المرض؟ يعني مثلا كنت تتحس انه بيوم الايام ممكن ابنك يكون بوشي. كنت تتفكري لا سمح الله. كنت تشوفي حالاتي معينة كيف كنت تعملي معها؟ صراحة الانسان اول شيء ممكن بفكر حاله انه عم يعمل المستحيل لحتى يحمي ولادهم. كان من الناحية الأكل الصحي يمكن بيمرسوا الرياضة. ما بيتعرضوا للدخين أو بفكر انه عم يحميهم بس المرض بيجع كتير بغفلة. من غفلة فعلا يعني أنا بدي أذكر شغلة صارت معي الصيفية قبل ما رضا يمرض بكانون. كنت مرأة من حد مركز سرطان لأطفال. طلعت قلت الله لا يجربنا وبرمت وجي. وكأنه كان بحس الانسان كلما يبعد عن عن يمكن يعرف شو فيه جوا بيحمي حاله. بس هو فعلا المرض ما بينطر وما بيفرق. كلنا معرضين لهذه التجربة. من شان هكي بدوا قول للناس بليز تبرعوا. واجب تجاه ولادنا يمكن ولاد ولادنا بعدنا انه يظل هذا المركز قائم بلبنان. كيف تواكبي لريضا يعني كيف تهتم فيه بتتحصني بتاخدي حزاريك من بعض الشغلات. نفس الشيء يمكن مثلك مثل ستنهاد. شو بتعمله تمنعي عن بعض الشغلات. ما بتعرضي للحرارة ما بتعرضي للساقة. شو بتعمل. يعني هو كانت اول فترة اصعب بكتير. لا واضح انه اوي هو. اي اصعب بكتير لانه كانت احيان تكون مناعت وواطي. ممنوع يكون حد ناس يمكن مرادة. او ممنوع اذا تطعم بطعم وبالمدرسة. خصوص عشال الاطفال لازم نغيب اقله واسبوعين. في نشاطات كتير ممنوعة يمارسة مثل يمكن التكواندو والسباحة والسفار. ويعني كتير اشياء. بس هيد الحمدلله يعني من الشغلات اللي صارت تعودنا عليها وتأقلمنا. صارت سهلة حد التجربة اللي عشناها يعني ما عش. اذا بيك تصلي انت وريضا شو بتصلي. قول يا رب الله لا يجرب حدا ويشفيك المريض. لانه يمكن صعب كتير الناس يحسوا باللي احنا حسينا فيه. فالله لا يجرب حدا ويشفي يا ربك المريض. ريدا اذا بك تقلي شي معزوبش على البيانو شو بتختار؟ هيا الله شو بدك. هيا الله شو؟ اي شي؟ وين عم تعلم بيانو؟ هوني. هوني؟ هوني؟ هلأ متشوف. تقلي نشيد برشلونة مثلا؟ لاش؟ شكرا لعيلك يا ريدا شكرا لعيلك. يا سيد مرسيل بس اذا بسمح لي بسانيتين اسكر شغلي صارت معنا من يومين. كان عم يسألني ريدا ماما اي سنة كنت ما بتحبيه ابدا. فقلت له الالفان و تلتعاش. قلي لانه مرضت. قلت له ايه؟ قلي انا بحبها لانه تعرفت عكتير ناس اسا انا بحبهم. ايه؟ فهي الى هاي الدرجة كان التعاطف والمحبة كتير كبير بمركز سرطان اطفال. حلو كتير. ابدأ اشكرهم كله. كتير حلو. شكرا لك مدام حوى عندك شي تدي فيه بعد. لا بس بدي اشكر كل الاكيب هون بالمستشفى من الممرضات من دكاترا يعني كل كل الاداريين ومنقلهم مرسي كتير لانه انتو كنتو كتير منح معنا. وشكرا للكم والله يديمكم بسحتكم يا رب. شكرا للكم يا ريدا انتو شرب الستارز الليلة. اهلا وسهلا فيكن. يوسف سما اسراء مالك باتريك وغيرهم. اطفال وقصص مع المرض والكفاح بالمركز. ليام هنه قضت انهار معهم ورجعت ليام هنه معنا بهذا التقرير. موسيقى ايقى اللعبي استقى صارز. ما فينا يجيب حيوان بيمشي. لانه اذا قرب علي بعدين بمرض. بمرض. بشوف الفحوصات اذا كانوا ملاحة ولا. كمان بحط الفراشي. بسحب الكاتشاب بحطوه للكيمة. اذا الكيمة بشيلي الزرسين. لما بروح لدباي رح اشترع صفور. رح سينه مهندس مزربية. موسيقى الشو كان وضع اكيد الله لا يجربوا لحده. لانه شي كتير صعب. اول ما فتت حسد حاري ممكن اتقبل هالشي. بس مع الوقت هنه كتير بيساعدوكي. بيشتغلوا على شي نفسي اكتر. للأهل يعني. حتى تضلك قويه وتقدر تضايني مع هالولد اللي عم تعالجي. حتى الولاد هون بتقوى. منظلنا خايفين عااكله. اذا حدا مقرب ما فينا نقربه. عالمدرسة لانه في طعم ما عم نقدر نبعثه. كان عندي ورم باجراء. امشلوا ليه وظلوا يطلع يطلع يخشي قطر شونا. شو بتحب تعمل سبور؟ فمبوت. ما بيخلوا لي. بصر فيه البصر. اجرب. كان فيه انا عم بالبصر بصر. طلعه وراء ما عش فيه البصر. اول مرة ركبتها شو حسين؟ ما فيه امشي هلايا. مشيت على هكايزات فيه. مجاعت راحت عملت جالسة بيخلونا سرع امشي فيه. فلتلكت فيه مهلا. لكن. كنت عم بلعب فوتبول. عم صار عندي مثل انفلميشن باجري. ومن هون حد تحت ايدي. اخذنا عن الدكتور فحص دم. يعني فحص عادي. ما عجبوا التحليل للدكتور. وطلعت النتيجة انه فيه لوكيميا كانسر بالدم. وبدوا متابع الولد. يعني ممكن ما بقى فينا نشتغل متل الاول. ما بقى فينا نتصرف متل الاول. يعني وقتنا ما بقى متل ملكنا لقلنا. ما تضع فوتبول. سي هابي. انا دل انعم بعنو يعني. بلش بوجي هون. وبعدين انتشر بكل الغدد. تطلع على كل شي منيح. ما بتطلع على شي سيء ابدا. وبقول مرأة كتير وما ضل غير الأليل. قرر بتخلص. كانسر مش عبارة بس عن كيمو وعلاج. كمان نفسية ارادة قوة. بدو يكون اكيد. ما في يعني واحد انه بس يعتمد خلص علاج. ويكون حطم معنوياته. كانسر قوي بس نحنا اقوى منه. ونتابع بعد تقرير اليام هنه. يعني فعلا قصص وحكايات. رح منشوف بعد شوية مع لي كمان. تقرير آخر بجولة مع الممردين. مع المتطوعين داخل المركز. بدي رحب بستهانا شعيب. هانا شعار شعيب. أهلا وسهلا فيك. مديرة المركز. أهلا وسهلا فيك. دكتور حسان الصلاح. دكتور حسان الصلاح. هو المدير الطبي. لمركز سلاطة الأطفال. ورئيس قسم موظفين في المركز الطبي للجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا. أقول مضبوط. رئيس الجسم الطبي في مستشفى الجامعة الأمريكية. شو قلت أنا. رئيس قسم الموظفين. الموظفين. طب لكينا. عطيونا إيها غلط. صلح ميا. صلح ميا. صلح. بدي بلش مع ستهانا. ستهانا أول شي. لماذا الحملة هذه المرة السنة عنوانها أصلت؟ باختصار لش. إنتي لماذا اخترتها هيك؟ اخترنيها هيك صراحة. هو الجسم الإداري هو اللي قرر هالشي. لأنه اليوم نحنا موجودين هون مع الولاد. وعم نشوف قديش كل يوم بيمرقوا بالصعوبات اللي هني. ولو ما إيمانهم كتير قوي. اللي يقدروا فيهم يكونوا عم بيحاربوا المرض بيتغلبوا عليه. لما ما بتشوفهم كنت اليوم هون. لماذا كل سنتين تطلقوا حملة تبرعات؟ نحنا كل يوم نطلق حملة تبرعات. مش كل سنتين. كل سنتين منجرب نكون عم نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. وعم نقول لهم هلأ بدون يتبرعوا. يعني منحطرهم بهالأرجنسي. أنه اليوم بدكن تكونوا عم تتبرعوا. لأنه منكون مرض السرطان ما بينطر. لأنه نحنا بدنا نعالج أكبر عدد ممكن من الأطفال. ما بدنا نقول ولا لمريض لأ. فكل هول الأشياء بيخلوك أنه تقول للناس. ما عليش. ساعدوا ولو بشي كتير قليل. بس اليوم الأطفال كلهم ناطرين كون. وكلهم بدون يكون اليوم تكونوا عم تستجيبوا لطلباتهم. ستانة إذا ولد أصيب السرطان كيف بيقدر يفوت على المركز؟ مجرد ما الأهل يعرفوا أنه ابنهم مصاب بالسرطان. ممكن يكونوا عم يتصلوا لحتى نحنا نكون عم نعطيهم موعد. لأنه اليوم مركز سرطان الأطفال مش بس بيعالج الأطفال. بس كمان بيغطي تكاليف الفحوصات التشخيصية. يعني اليوم بيجوا على المركز بينعمل لهم الفحوصات التشخيصية كلها مجينا. دم وعشعة وإرأم وغيره. كل شيء اللي بليقول حكم عم ناسا. وعلى أساسها بيتقرر شو بدين عمل بالمريض. عندكم مشكلة يعني بتاخدوا أطفال لبنانيين أطفال غير لبنانيين. هاي مسألة دقيقة. هاي مسألة مظبوطة كتير دقيقة. هاي استثناءات تردوا عند مام طفل أو شو؟ اليوم نحنا إذا بدنا نمشي بمشن المركز ما ما يكون عندنا استثناءات. لأنه شفنا أول شيء أنه نحنا كلنا عم نشتغل بحلم داني طامس. اللي هو لا يجوز أن يموت طفل في فجر الحياة. ومن هذا المنطلق نحنا مرأ علينا صعوبات كتير. خاصة بالسنتين الأخيرة نسبة للحروب والأزمة الاقتصادية حوالينا. وقدرنا الحمد الله يعني بمساعدة الأطباء ومساعدة مستشفى سين جودي. يكون عندنا فند محدد للبيشنط اللي بيكونوا مش لبنانية. لسبب كتير بسيط لأنه اليوم المريض اللبناني عطول عنده جهة تالتي ضامنة. اللي هي كمان بتساعدك بتكاليف العلاج. واليوم أكيد كلنا متوجه لهم بالشكر خاصة لو يزارة الصحة. فالمريض اللي بيكون مش لبناني بيكون عم بيكلف المركز أكتر. مشان هيك بيكون عددهم نسبة للبنانية أقل. رح أرجع لك دكتور حسان الصلح. شو اللي بميز مركز سرطان الأطفال عن باقي المراكز العلاجية لسرطان الأطفال؟ أولا مرسل مساء الخير. إليك والمشاهدين الكرام. بحب وجهة تحية لكل داعمين المركز سرطان الأطفال من سوء شيء إلى حتى اليوم. بميز المركز هو أنه نموذج بتصور مثالي. بالنسبة لتعاون وتضامن بين القطاع الحكومي اللي هو وزارة الصحة ووزارة التربية. مؤسسة عريقة. مركز الجامعة الطبية. المركز الطبي للجامعة الأمريكية. جمعية سرطان الأطفال اللي بتساعد على تمويل الأوبرايشن بالمركز. وأكيد مرجع عالمي سنجود بمنفس. هالتضامن والتعاون بيعطيك أكثر بلاتفوم. أنه المركز مش بس يعالج الأطفال. يعمل أبحاث. يدرب. ويساعد الأطفال والعائلات لحتى يخلوا الطفل يشفى من المرض ويعيش حياة طبيعية بالمجتمع. وهذا كتير مهم. ودور المركز تعدى لبنان. يعني نحن من سنتين إلى هلأ صرنا المركز الإقليمي لـ 22 دولي بالمنطقة. فيهم حوالي سبعين مركز سرطان للأطفال. وهذا بعود لعدة عوامل. الأول شيء نوعية العلاج والكواليتي أوف كيري اللي بنعطيها. الأبحاث والتدريب. فصار المركز مرجع خاصة بالوضع الإقليم ووضع البلد. أنك توصل لهذا المستوى. هذا إنجاز كبير. لهذا سبب بعد مركز. ونحن الفيجن الجامعة الأمريكية واللي بدأ مع العميد الدكتور محمد صايق. 2020 فيجن. هو إنشاء مراكز اللي بنسميه مميز. مركز سرطان للأطفال هو واحد منهم. في عدة مراكز أخرى هلأ أنشأنية من حوالي ثلاث سنين لهلأ. نحن بإطار تحديد حلقة مع الجامعة الأمريكية في هذا الإطار. والدكتور محمد صايق بهذا الإطار. رح أرجع لك. بدي أتعرف على رولا. رولا دهيني أهلا وسهلا فيك رولا. أهلا. كيف عمرك؟ عمري 13 سنة. بسم الله عليك يا عروس. شو معك؟ أنا عندي لوكيميا. نعم. كيف عملت لوكيميا؟ كيف كان عمريك وقتها أصبح معك لوكيميا؟ تقريبا عشر سنين وشوي. خلصت علاجك؟ هو بصراحة أنا من تقريبا من يومين يوم الجمعة. الدكتورة خبرتني خبر كثير 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 مبسطت فيه. ليه هو؟ أنه أنا الأساس كان بيقلي شهر وبخلص علاج. بس تبين أنه العلاج اللي أخدته بيكفي. وقالت لأنه خلص. المفرد أني خلصت. خبري حلوي. مبروك. مبروك. خلصت العلاج. مش قليل. مبروك. خبريني عن هالفترة العلاج. كانت صعبة؟ هي أكيد صعبة لأنه شيء منا مجربته بحياتي شيء جديد. نعم. بس أنا متأكدة أنه سيكون كثير شيء حلو لأنه ما بعتقد أنه أي طفل ممكن ينصاب فيه. يعني المفروض أنه طفل اللي بينصاب فيه بكون طفل رح يوعى. رح يكبر رح يصير أكبر من عمره شوي. هيك حسيته أنت ضيعت طفولتك يعني بالمرض. لا هو قد ما فيني عشت طفولتي على قد عمري. نعم. هلأ يعني شو ناوي تعملي بس توقفي العلاج؟ أول شغالي. أول شي لازم. نسبح. نسبح. بس ما فمت أنا. أول شي. خبرتني أنا وحسان باديك تسبحي. صح؟ كان ممنوع عملك سباحة؟ هي كانت من الأشياء اللي انحرمت منها وقت المرضت. نعم. وبعتقد أنه هي من أول الأشياء اللي رح أرجعلي بعد ما أخلص. و... شو كمان؟ بعرف أنه عنديك شي بتتعاملي كمان؟ ترقصي. أه. تحبي ترقصي؟ ايه. أوقات بس كون هيكي لحالي. شو عربي أو شو؟ بلاي؟ حسب اللي بيخطر عبالك. هلأ شو بيخطر عبالك هلأ؟ حسب الجو. رسم موسيقى؟ أولي بتتعاملي كمان؟ كمان؟ تقريباً... لأنه بفترة العلاج لاحظت أنه أوقات بحب كون من عزلي عن العالم. حتى قاعد فكر مع حالي شوي. فلاقات أنه الفايلن هو الإيلي الوحيدة اللي ممكن. الموسيقى طبعاً بحس أنه شيء رواء ممكن. حسب المعزوفة اللي عم بازفة تأخذني لمطرح كتير حلو. فبصير بفكر هيكي. فا... لأيين بيكي يخذك الفيولون؟ لا أعرف، ممكن أن أفكر بشكل كثير بعيد، ممكن بثانية من أنواع بسمع الفيولون. تصبح معي فكرة ممكن من إختلف الأيام العادية التي لا تصبح أبداً. شعر. شو ساعدك هذا الشعر؟ أويك قصة العزف؟ راقبتك معنويات؟ الآن لا أستطيع أن أقول لأنه لم أصلي كثير زماني وخصوصاً أن الفايلنس صعب في الوقت فلم أصلي كثير زماني عم بيتعلم عشانيك موصلت لمرحل كثير أكيد أنت عمرت 13 سنة؟ والله طلع بلق السقبل السياسيين هذه التاريخ ميلادها هل تستقبل السياسيين مثلك؟ قرأت نشوف فننين مثلك؟ اسم الله عليك يا رولا اسم الله عليك لما أعرفت أنه بده يهر شعرك ما حدث فيك؟ أكيد زعلت لأنه أنا بنت هذا أول شيء والبنت معروفة أنه كثير تحبت ضب الجمالة فأول شيء تأثرت بس بعدين بعدين لما قالوا لي أنه رح يطلق أحلى وأحسن وغير هيك أنه بالحالة الطبيعية لا يجب أن يجيني القوة حتى أنا قص شعري وجرب هذه التجربة فقلت أنه خلص هي اجت لحالة و رح جربها شعير طيب لما راح وشعرتك ما قالوا ليك بالمجتمع ما اهتم ما يتيرون هناك الكثير من العالم يطلعوا بشكل غريب و يحسوا أنه مثل نحن مش أنه الطفل اللي عنده سرطان والما عنده شعر يحسوا أنه هو شوي غريب يحسوا أنه منه طبيعي بس بهيدا الحكي بهيدا الموقع بكل هيدا الجو و نحن أنا بحب بوصل فكرة أنه نحن صح مش طبيعيين نحن فوق الطبيعيين نحن بهيدا المرحلة تعرفنا أكتر على العالم بعدين أنا ما بعرف هذا المفروض أنه تكون التجربة مش حيالة طفل بعيشة هابت تكتبه هذه التجربة؟ هو كذو مرة خطرت ببالي بس قلت هلأ هو المفروض أنه بس بس تروح هذه التجربة أنسيها لحتى ما أرجع ما أرجع أزعل على الطفول اللي عيشتها بس بعتاد أنه هذا كثير كثير شي حلو وممكن بس أكبر تير أحكيها للأولاد الأصغر مني و بس أجي لهون وصير طول على المركز أنه صير أحكيها للأولاد البعض نعمية إيش يعني خليتي كارين خوري لا يقوليك تبكي يا توني فرجينا كارين راح أطفيا كارين ليش بدك تعمل طبيب الأطفال سرطان؟ هو لسبب فكرت فيه لوقت طويل اللي هو أنه بس أكبر وصير وأعمل طبيبة وخصوصي بحالة مرض السرطان مرض سرطان الأطفال بالأخص وخصوصي أنه بطفولتي أنا كان عندي هذا المرض فبسير بحس أنه أنا بفهم على المريض أكتر أكتر من باقي الأطباء شو بتقولي للناس عن المركز بكلمة؟ أنه طلعي بها الكاميرا حكي عن المركز وشو بتقولوني يتبرع أو أنه بدي أرجع قبل أن أرجع إلى هنا أو لحسان دكتور حسان وست هنا بدي أرجع أحكي مع شار الحلو شوف وين صارت تبرعات؟ شو بتقولوني للناس عن المركز؟ بحيب أقولون أنه هذا المركز ممكن العالم اللي برا تفكر أنه نحنا بس عم نحكي حكي أنه ما بيفرق وهيكي أو ممكن بس عم نحكي أنه بحكي هيكي طلعي بالكاميرا بس حكي أنه العم بيعلجنا ببلاش بس هو عن جد فعلاً عم بيعلجنا ببلاش وهو بس معتمد على تبرعاتكم فإذا أنتم ما تبرع طولنا نحنا مش رح نقدر نتعلج وصح أنا خلصت علاج ومعش بحاجة للتبرعات بس أنا بس خلصت علاجي تركي وراي مئات الأطفال يعني بحاجة لتبرعاتكم شكراً أنا أكيد مش ندربين من لولد هادي تجربة الأطفال يعني مثل ما قالت أنه طفل تجربه صعبة بس بتوعيه وتكبره وتلاقيه أكبر من عمره تطلع عليها هلأ تلاقيه طريقة التكلم طريقة التفكير شيء نسبة الشفاء دكتور حسان نسبة الشفاء عالمياً وبالمركز عندنا حوالي 80% بشكل عام ولكن بيختلف من مرض لمرض في أنواع من اللوكيميا بتوصل نسبة الشفاء منها 90% اللينفومة الهوتشكنز لينفومة 95% بعدنا في بعض الأمراض مثلاً أورام الدماغ يمكن توصل 60% 70% ولكن بشكل عام عندنا 80% وفي تحسن يعني كنا زمان تاخد فترات طويلة سنوات ليصير في تحسن هلأ كل سنة عم بزيد التحسن بشكل كبير نسبة الشفاء عم بزيد سنة بعد سنة بروتوكول أطفال الخاص فيهم هل بيشتغل على تخفيف وجعهم عندهم بروتوكول خاص فيهم هل أدي يأثر هذا العلاج عليهم دكتور حسن البرتوكولات اللي عندنا هي بروتوكولات عالمية ونحن ومستشفى سنجود بمنفس بأمريكا متعاونين على كل بروتوكولات العلاج وهذا من ضمن المراكز العالمية اللي عندها بروتوكولات خاصة البرتوكولات الأولاً أهم شيء أنه نطلع نسبة الشفاء منه وكمان أهم شيء كمان تاني اللي هو إله علاقة أنه نجنب المضاعفات الحادي والأجل طويل يعني عندنا بعض الأدوية اللي بنعطيها لحتى تخفف من الاستفراغ من المضاعفات من التعب من ضعف المنيعة عندنا عدة هلأ مجرز وأدوية نقدر نستعملها لنخفف من المضاعفات والعواقب تابعة على البرتوكولات وعندنا كمان هلأ بروتوكولات اللي بنسميها Targeted Therapy وهذا كتير كتير مهمة وهذا بقى نحكي يمكن عنا إذا صار فيه مجال نسميها Personalized Madison ونحن عنا قسم للأبحاث دكتورة ريّة صعبة حتى تحكي عنا إلى علاقة أنه بدأي مناعة العلاج حتى البرنامج يأثر على كل الجسم يأثر على الورم والخلايا الخبيثة وما يأثر على الخلايا الطبيعية بدي أشكرك دكتور حسن صلح نختم بالتقرير حول الدكتورة ريّة صعبة قبل ما أختم مع الدكتورة هنا أستاذ شارل حلو أنت جاهز معنا أستاذ شارل شو الوضع بالكول سنتر عم تسمعني شو الوضع بالكول سنتر يعني سام مارسيل وصل رقم لهلأ إلى المئة وخمسة وستين ألف نعم نحن بدنا يختم بهذا المحور للـ 200 ألف دولار إذن التبرعات مطلوبة بهذا المحور للـ 200 ألف دولار نحن الليلة تارجت تبعنا يعني طبعا نحن هذا حلم لإلنا أنه نحقه من خلال حلقة تليفزيونية هذا مش التارجت للحلقة ولكن نحن بهمنا أنه الليلة نوصل بهذا الرعم للـ 400 ألف دولار علما هذه الحملة الليلة هي يعني نحن عم نواكب انطلاق الحملة ولكن بهمنا أنه نوصل للـ 400 ألف دولار هنا شعير في ناس عم بيستعملوا اسم المركز حتى يخلوا تبرعات مزبوط للأسف نحن اليوم في ناس عم تستعمل اسمنا بس دركنا الموضوع وحكينا الجهات المختصة وفي ناس كتير توقفت اليوم نحن نحن نحب نفسر للناس أنه نحن ما منتلفين ما مندق بواب بيوت نحن مركز سرطان الأطفال عنده طرقه لتبرعات من بيناتهم الحملات اللي بنكون عم نعطيها فيه ونكونوا عم يتبرعوا بكافة فروعته أم تي أو بفروعتنا البلبنوكة أو بالتنسيق معنا في حال بيحبوا نحن نكون عم نبعط لهم حدا نجيب الدونيشنز بس نحن كل وصولاتنا بتكون كومبيوترائز يعني ما منتكل أبدا على الوصولات اللي ممكن يكون البعض عم بيوزعها على البيوت هانا شعيب شو مجموعة اللي دفعوا المركز لغاية هلأ على الأطفال قلتوا أكتر من ألف شخص ولد طببتوهم ديش مجموعة اليوم من الألفين واثنين لهلأ الميزانية بتطلع بس اللي بأكد لكي يعني نحن نتخطينا الميت مليون لأنه بمحلات كتير ميت مليون دولار اي لأنه في محلات كتير دفعة يعني كانت البحوصات كانت كتير معقدة ومشينا يعني وكبنا الأطفال من هن وصغار ولهلأ يعني من وقت ما بتبلش المركز لهلأ والولد لما يخلص من عنا بيضله عم يجي لفترات طويلة للتريتمنت والفولو أب هلأ اليوم نحن ما منتكل أنه بس هيد الحملة نكون عم نطلع منا لأربعمائة ألف دولار نحن نتكل أنه هاي الحملة بلشناها اليوم وكل ما نكون نحن عم نطلع أكتر كل ما نكون عم نستقبل أولاد أكتر وحرام من بعد ما تشوف كل هالجهاز المتكامل يكون فيه ولد عم نقدر نكون عم نحوله على مستشفية تلك هكذا حال بوجود ناس مثلك ناس مثل حسان الصلح وكل الفريق العظيم بمركز سرطان الأطفال نحن أكيدين أن الناس عندها سئة بالشيء اللي عم تعملوه التقنية اللي أنا بدأ أشكرك يعني ومبروك أني خلصت فترة العلاج التقنية اللي شرحها الدكتور حسان الصلح اللي هي تيومور بروفايرينج بأعتقد مصبوط بتشرح الدكتور ريا صعب بهالتقرير اللي رح منشوفه سوا العلاج التخصصي هو الاتجاه العالمي الجديد للدراسات حول علاج مرض السرطان علاج يهدف إلى أعطاء الدواء المناسب للطفل المناسب هي هاي الدراسة عم تنعمل بعدة مستشفيات بأمريكا ونحن حنكون أول مؤسسة اللي برات أمريكا اللي مشتركة فيها والطريقة اللي هاي الدراسة بتشتغل أنه مناخد جزء خزعة من الورم اللي عند الولد ومندرس الجينات الخاصة بهيدا الورم ومنها دراسة هيدا الجينات منقدر نحن نشوف شو هن الأدوية اللي أكتر شي فعالة ضد هيدا الورم اللي عنده يا الولد الأطفال اللي رح يدخلوا الدراسة السريرية هن اللي وصلوا لمرحلة لم يعد أي دواء فعال لحالتهم وهيدا الدراسة تعتبر يعني هلأ بالأكتر محل تطور بالنسبة للطب لعلاج الكنسر لأنه الدواء المنقيه لحتى نعالج الولد بيكون بيعتمد على شو الجينات اللي منزوعة بهيدا الورم اللي نكون نحن فحصنية من الولد نفسه كل الأدوية اللي رح تكون مستعملة رح تكون أدوية أورادي موجودة بس ممكن تكون أدوية ما تجربت بهيدا نوع الورم يكون أورادي عارفين كل دواء شو عورده الجانبية إنه هيدا ما في خطورة نعطيه للولد وبنفس الوقت ممكن يعطينا إفادة بالنسبة للورم اللي لقلو أما اختيار الجامعة الأمريكي في بيروت فيعود لتاريخ الطويل بالأبحاث نحن شيء اللي بميزنا بالشرق الأوسط إجمالا وبيحطنا على لفل مثل المؤسسات بأمريكا هو التاريخ بالأبحاث اللي عنايين النتائج اللي أريدين إحنا مفرجينا قبل وعلاقاتنا شغل بالشغل مع دكاترا اللي برا كل الورم بيكلف بين 5.000 و 7.000 دولار حتى ينعمل بس الفحص وراح نعمل بره وراح يكون مغطيين تكاليفه المية بالمية من الدراسة نفسه في بعض التكاليف اللي رح يغطيها المختبر اللي قلنا إذن لبنان على الخريطة العالمية لآخر الدراسات في علاج مرض السرطان إنجاز يجب أن يزيد الوعي حول أهمية الأبحاث والدراسات ببلدنا بالنسبة للسرطان وخاصة سرطان الأطفال الأبحاث هي الطريقة اللي بدنا نقدر نوصل على نتيجة أحسن بعد البريك الإعلاني في مجموعة مفاجآت نطريننا رح نشوف ناس وين كانوا وين صاروا بالمركز بدي أذكركم هدفنا إنه نوصل الليلي نحاول قد ما فينا نوصل على رقم 400 ألف بالكول سنتر نطرينكم أولاين نطرينكم بمركز الأوم تي نطرينكم لحتى ناخد هذه التبرعات بعد شوي شفتوا قدامكم هل رح بتشوفوا بالبريك الإعلاني قبل البريك الإعلاني رح تشوفوا التبرعات وين لازم تكون بعد البريك وتابع موعدهم مع بكرة لا بيفرق ولا بيمطر كلنا واحد ضد السرطان في أسبوع الدعم والتبرع والصلاة أطفالنا مع شعر حلو توني أشعر نطرين تبرعاتكم عبر أقرب مركز أوم تي أونلاين أو عبر كل أرقام هاتف مركز السرطان الأطفال سبحان الله كيف هالعالم عبيتغير كنا نبعث مكتوب ويضلوا أشهر طيوسا سيارة الخيل كانت أجدد اختراع والطيارة كانت خرافة كنا تنتصور نضلنا عشر دايق بلا منهز ما كان فينا نصهر إلا عضو الشمع والأمر كان حلم كبير لعالم دايما عبيتغير طيس يصير أحسن بس في قصص مش بحاجة تتغير بن أبي نصر كانوا رح يبقى القطيع وهلأ من بن أبي نصر مع كل 3 باكي فاكيوم 200 جرام تحصري على هدية لخفز النوعية مفهوم؟ مفهوم؟ يارات فينا ناخد الحمل عنكن شنهار لنعرف معنى التطحين أكسم الله العظيم أن أكون مواجبي كاملا عفاظا على عالم بلادي وزودا عن وطني لبنان اشتركوا في القناة بكل لبنان نسمع أنه أريل بيعطي أحسن إزالة للبقع بغسلة واحدة واليوم قررنا نجمع أصعب البقع سلسة بنادورة slot ورح نقتبر أريل ضد مسحيق ا truths une alta لنشوف ميهuri سوف إ Santam cannabis مع المسحوق الثاني قطعة آخر مع الأخرى قدر المسحوق الثاني يشيل كل البقع بغسلة واحدة ... لا وأريل ... أجهد أريل أحسن إزالة للبقع بغسلة واحدة 92 إن شغياتنا اليومية لم تسمحًا دائمًا نيفرش أسنيننا بعد كل وجبي لهيك كراست ابتكرت كراست كومبليت 7 مع غسول الفم اللي بيجمع معجون الأسنين وغسول الفم بتركيبة واحدة لحماية كاملة طول النهار كراست كومبليت 7 مع غسول الفم الجديد بنصيحة نقابة أطباية الأسنان في لبنان حل اللحظة بإحساس من الحرير جالكسي عندما تعشق الشوكولاتة كلورتس بلس الجديدي طعم بدايلك 40 دقيقة يعني 40 دقيقة من الانتعاش والساء شو ما كنت عم تعمل؟ وبأي وقت من الأوقات كلورتس السقة بالنفس سباشل كي يتحسن أكتر وأكتر مزيشة من 3 حبوب مختلفة من الحبوب الكاملة والأليف و 2% من الدسم بس لهيك لما تشوفي علبة سباشل كي رح تعرفي إن الشعور بالروعة من الداخل رح ينعكس على مظهرك من الخارج وهلأ ليش ما بتخود تحدي الأسبوعين من سباشل كي كستان من رقائق فطور سباشل كي ووجب صحي ومتوزنك واكتشفي إذا فيك تخسري حتى 2 كيلو بسبوعين وإنت شو رح تكسبي لما تخسري؟ أكيد لابيارة مولون ما بتجيب إلا لابيارة بعد ما يكشي لابيارة يس هولز الجديد طعم النعنع والليمون كله هو وإنت عاش هولز أكس أس خد نفس عميل وانطلب كوكا كولا حلوتها مع فادي ورانا وخيّ وأكيد مع لبنان جريحة مولينة جريحة مولونوكوشي وهذا الشيء يستمر لكي يبقى ويبقى حيثكي ويوم أغدقى سمين باريلا مع كيلتنين باكيين 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 ماذا يحمل المستقبل للمستقبل ماذا يحضر المستقبل للحوار للرئاسة الأولى للحكومة بماذا يطل الرئيس سعد الحريري على الناس في كلام الناس بماذا يعدهم وماذا سيقول لهم أي مبادرات أي خطوات للمستقبل ماذا عن المحكمة الدولية والشهادات السياسية كيف يتم تعزيز إسلام الاعتدال وأين تيار المستقبل لمواجهة التكفريين ما هي انعكاسات الملف النووي الإيراني على ملفات المنطقة وماذا عن مستقبل سوريا يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي الرئيس سعد الحريري مباشرة على الهواء في كلام الناس مع مرسل غانم الخميس التسعة ونصف مباشرة على الـ LBCI والـ LDC كل رأيه بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يقامن فيه البنك اللبنان الفرنسي راعي طموحات كون وكلام الناس بن أبي نصر كانوا راح يبقى الاطية راح تتعب الهواصف تجي وتروح وناري بقي ما بتنطفي موسيقى 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 السرطان الأطفال في لبنان كتار بعضهم بي حاجة لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان تبرع اليوم على قد قدرتك عبر cccl.org.lb او عبر اكتر من 900 مركز او ام تي يعني اتابع من مركز سرطان الأطفال عم تشوفوا قدامكن نحن ناطرين هذه التبرعات عكل العنوين الموجودة قدامكن نحن عم تابع جزء من حملة من كليب تأدية ماجي ابو غصن والشغل لأسامة الرحباني موعد مع بكرة لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان انهم اطفالنا الذين ينتظرون تبرعاتكم وعطائكم انه يوم الصلاة نعم اكثر من 80% شفاء عالج المركز اكتر من 1000 طفل من 2002 بميزانية اكتر من 15 مليون دولار سنويا كلفة عراج كل طفل 50 الف دولار سنويا قبل سنوات وعلى مدى سنوات كلام الناس كان يستقبل اطفالا مصابين كافحوا قاوموا وهم يشفون في تقرير فليب ابو زيد وقبل ان نراهم اليوم كيف كانوا وكيف اصبحوا هنا رح مشوفهم بعد شوية بالستوديو تقرير عن رشا حجار صلاح صيباني كريم الزين سامي لبان قبل ان استقبلهم تقرير فليب ابو زيد حكاية كلام الناس مع مركز سرطان الاطفال بتعود لسنين لورا هي حكاية امل ورجاء وصراع مستمر بين الارادة بالحياة والامل ببكرة موعد بكرة كان الانطلاقة بالعام 2004 ورح نرجع نتذكر اليوم بعض القصص والوجوه اللي حبيناها انا عندي بوكينة شو يعني؟ يعني تخربت بالدم كلنا منتذكر الطفلي رشا بنت تسع سنين ونص وبرأتها بدي سير برانساز وبعد أربع سنين زرنا رشا من جديد بالعام 2008 كريم الزين حلم يصير صحافة وكلم الناس كان جاهز لتحقيق هالحلم الحلم تحول أكتر من حقيقة من بعد ما حصل كريم على أول مقابلة حصرية مع فخامة الرئيس ميشيل سليمان وأدعو الآن الطفل كريم الزين يأخذ مكاني ويحضر نفسه قبل أن يدخل علينا فخامة الرئيس ويبدأ الحوار مع كريم الزين فخامة الرئيس ميشيل سليمان أنت شو رأيك في التامل تتحافظ لنا على الغيبات وكل شي بيقى من لبناننا الأخضر لقلنا ولولادنا من بعضنا كل شاب كان صغير أو كبير يحافظ على البيئة نسمع على الكرسي بغير كرسي ها كيف شايف ما فيش بغير الإنسان العقلاته عام 2012 تعرفنا على سامي هالطفل البريء اللي دخل قلوبنا من خلال شاشتنا هو مع مشرح كيف بياخد العلاج هلأ أعمل بتنظيف قبل ما تعطينا الدواء شو اسمعي ده؟ متى تركست وهلأ فاتي بتنظيف وبال2012 أيضا مثل صلاح أولاد جيلو تحت قبة البرلومان وأمام رئيس المجلس النيابة رفع الصوت عن المعاناة والمرض منذ سنة وأكثر وأنا أعاني من مرض غير حياتي أقطع فيه دربا مظلما وأصعب ما عندي أني بعد أخذي العلاج أضطر إلى صعود الدرج لأصل إلى بيتي متعبا لأن الكهرباء مكتوعة أنت عم بتطالب للشيء اللي نحنا لازم نطالب فيه وعم نطالب فيه كنا من زمان أن يكون فيه كهرباء لكل اللبنانيين مثلا هالأطفال الملاكي اليوم وين صاروا؟ وهل بعضهم عم بعينهم من المرض؟ الجواب بعد لحظات باي كلام الناس ونشوفكم بالحلقة باي تذكرت حالك يا سامي؟ شو تذكرت؟ هيدا سامي لبن لكن شو عم تشوفوه عم بيتعيلش طلع فيه شو كيف لقيت حالك؟ ديش هاي ابن أيمتها مكم سنة تذكر؟ أهي ابن ذكر شوية مكم سنة؟ أربع سنين خمس سنين؟ ديش كان عمرك؟ ما بعرفت يمكن سبع سنين أو ستة ايه ما بتذكر هلأ قديم عمرك؟ تسعة ديش إليك خلصت خلصت علاجك؟ ايه شو كان معك؟ كان مع كنسر دم اهه ويعني شو بتحكينا على الفترة؟ كانت صعبة بالنسبة لإلك؟ لا بس اخر العلاج يعني لما كان عملية البوليسات كانت شوي صعبة ايه؟ لأنه ما كنت كتير عود أني شكولي قبرة بإيدي بيعيض الأستاذ حسن دعوك بيوصفك بالبيك ليش بيقول عنك البيك؟ ما بعرف كنت كتير حب رياضة والركض وهيضا طبس كنت تعزف كمان على البيانو هون؟ ايه ايه ليش؟ ليش بيانو؟ لأنه كتير بحبه وهيضا أسهل شيء كتير سهل وشو كنت ترسم؟ كتير أشياء شو رأيك برسمات الوراك؟ شي حلو؟ ايه كنت ترسم متلون؟ ايه لا هلأ شو عم تعمل؟ كنت ترسم أحلى؟ ايه هلأ شو عم تعمل؟ خبرنا ايه كيف تغيرت حياتك بعد ما شفيت؟ ايه تغيرت شوي صارت أحسن؟ ايه عم تزهق؟ كنت تجي كل يوم على المركز ايه ايه ما بزهق ما بزهق ايه بس كتير كنت انبسيت وولا مرة زعلت هالمركز شو بتحكينا عنه؟ كانوا مناح معك بالمركز؟ ايه كلمة مثلا ازا انا زعلين بيخلوني انبسيت مين اكتر شي بتحب بالمركز كنت؟ كلكم ايه كلهم انا معكم خلاص مش مشكلة ايه شو بتقول للناس حتى تدعم مركز سرطان لأطفال؟ بقولهم انه يعتوا محطي شوية عشان لأن عشان عشان لأن metal في ناس ما بتقدر تتعالج عشان يعتوا محطيط ليتعالجوا ليقدروا يتعالجوا ويصحوا ان شاء الله ما في أخضم منك بالعالم انت بش معقول واذا بقى تصلي اليوم لرفقتك المركز المعونت سرطان شو بتصلي؟ شو بتقول؟ يا رب يا رب أنا يصح بسرعة حبيب قلبي أنت مرسي يا سامي شكرا إن شاء الله موفق بحياتك شنا يتعامل لبس تكبر دكتور ليش دكتور لأن كتير لأنا حبيت كتير هالمستشفى وعبال لكم دكتور أهلا وسهلا فيك إن شاء الله بتحقق كل أحلامك صلاح قصيباني كنا عم نشوف صلاح يعني عم بيصدح بمجلس النواب صلاح عم بيحكي معنا بيهبري عم بيحكي كلمته وصيب صلاح بالسلاطران كان عمله 9 سنين كان معوله كيميا ديش عمرك صلاح اليوم هلأ 13 13 سنة شو عم تدرس اليوم هلأ عندي بروفوب تقديم يعني لازم شد الهمة وعمل كل شي يعني عم بصهر الليل اللي حتى جيب علامات عالية وإن شاء الله بقدر جيب درجة عالية أكيد بفضل هايدي الشهادة هي شو علامة منيحة باللايف ساينس حلو كتير هلأ بفبرويد 2014 شو نيوي تعمل بس أكبر نيوي أعمل دكتور كمان دكتور تب شفناك عم تحكي مع الرئيس بري بصحابة بتعمل نايب يوم لإيان إزا صحالي بعمل ليش ما بصحلك نزال وبصوف هلأ الليلة رح يضلوا لمدد وبعتقد هلأ كل دل ماشي التمديد عندك الشعور صلاح حكيت مع الرئيس بري وقت حكيت قدام بكلمتك بمجلس نواب عن مشكلة القطاع الكهرباء حكيت عن مشكلة اللحوم الفاسدي والغيزة الفاسد حكيت عن قصة ضرورة منع التدخين شو صار فيهم هالملفات قل لي بعد المشكلة الكهرباء رح تضلوا ماشي تنطيع الكهرباء تدخين منعوه بس ما حدا عم بيطبي اللحوم الفاس ده ببعت الشكل لمعالي الوزير أبو فعول اللي عم بيمشي بهيدا الملف ليأمل غذاء منيح وسليم للعالم لا تقدر تاكل يعني بتحس حالك عم تاكل سامن هيدا شو هيدا الدرع أخدته من بين 128 ولد لمين أعطيك يا الرئيس بري قدم لي قدملك منشوف الدرع أنتون عم ناخدها على الكاميرا إن شاء الله كل حياتك أوسمي ودروع يا صلاح قبل ما أرجع سامي شو معك أنت هون شو هيدا مكتوب علي كلام الناس يا ولك كيف قلت كيف قلتت يا هيدا قبل كلام أنت رسمتها أم أنت رسمتها اليوم لما عرفت أنك طالع بكلام الناس تعرف أنه هيدا راح حطها بيقودت أنا ومضيها هيدا هيا شو نجمة شو هاي نجمة عادة نجمة عادة بس ليش حطيت النجمة ما بعرف هيدا من عحبي بارسي يا سامي خلينا إياك شو بتقول لرفاقك اللي هنا قيد العلاج اليوم أيها اللبنانيون جهزوا أنفسكم جهزوا أنفسكم لكي تتصلوا بمركز سرطان الأطفال وتتبرعوا بكل قدر من المال تستطيعون لتنقذ كل الأطفال مصابين بمرض وكما لغة عربية كتير منيحة فضيح شكرا لنا صلاح كريم إزاين أهلا وسهلا فيك كريم كريم شفناه أحلامه كان كتير بيري اللي بيشوف كريم بالمنظر ما في شعر أحلامه كبيرة بده يعمل صحافي بده يعمل أوديفيزيال بده يعمل حديث مع رئيس جمهورية لبنان وقدر ورغم أنه كان بالعلاج وقبل بلايلي كانت عليها حرارة طلع وعمل هذا العلاج برحة كان عيد ميلادك مزبوط صح؟ مزبوط بيش صار عمرك؟ صار عمري 12 هلأ صار عمرك 12 هلأ صار عمري 12 الله يطول بعمرك يعني هلأ وصلت على سن الرشد ما بيقولوا بلبنان شو عم تعمل اليوم؟ شو عم بعمل؟ عم بدروس بالقلبة إخراج نعم ليش إخراج؟ ليه إخراج؟ أنا يعني في كتير قصص بحب ورجيون منهم يعني أكيد التجربة اللي عشتها هون بالمركز شو بتقول عن هذه التجربة؟ كيف بتوشفها؟ شو بتقول عنها فريدي من النوع ليش فريدي من النوع؟ ليش؟ لأن بتشمول كل شي ممكن الواحد يقدر يعيشه بحياته كلها وأنا عشتها كطفل يعني كل شي بتقدر تتخيله من الوجع من الفرح من كمان الموت للحب وكل شي ممكن تتخيله من المشاعر بتعيشهم هون وصداء كمان يعني بتعتقد أنه كانت هذه إرادة الله وضعتك هنا لحتى تختبر كل هذه الأمور كريم طبعا كريم كيف كان وقع مشاركتك بكلام الناس على حياتك؟ يعني أنت أول شخص شركت عملت حديث مع رأي جمهوري شو بيعني لك وقت شو بيعني لك عمشي أنا كلام الناس كي عم بيلحقني عد عصي يعني يعني ما في يقول إنه ما ما أثر فيه أبدا بس كمان بحب استغل كلام الناس بعض مرة من شأن أطرح فكرة اللي هي يعني كنت عم تحكيني مدام دكتورة دكتورة سمر مؤقت موجهة لتحيي ورح تطلع معنا دكتورة سمر بعد نشوف ريبورتاج اللي يمهلنا حول الجولة بقلب المركز نعم فطلبت مني أنه أطلع بفكرة وطلعنا بفكرة أنه بدنا نعمل مثل كلاب ألومناي لكل اللي تخرجوا من المركز من الناس اللي صحوا اللي بعدهم مريدين لا يعني كل شخص أثر فيهم المركز والأهل وكل شي كل شي موجود هون يعني والناس اللي بيشتغلوا وكل شي من شين يجتمعوا يصير فيه نشاطات من شين يلتقوا من شين كمان يحكوا سواء يتعرفوا يرجعوا يلتقوا مرة تانية من شين حلو كتير نحنا معكم يعني وأنا دخليني أقول أنه كلام الناس فيه يكون معكم إذا بتقبلونا سمر إذا بتقبلونا قبلة سمر وإذا بتقبلنا أنت نحنا نتابع معكم كل هالنشاط نكون حدكم نغطي لكم نوسع هذه الدائرة وندعمكم قد ما فينا من كل بل وبالصحافي شون هي وتعمل بالصحافي اخذ محلك يا با يقدر شو ناس بديو ياخدوا محلك هيدا شرف يا شي الحياة السمرارية كريم وهلا إذا بدك بعد شوية ممكن تجي تقعد حدي كمام تبلش تدير حكي شو رأيك ما بقول لا أوكي رشا أهلا وسهلا فيك رشا عم تذكروا رشا حط الأمطة ليش كنتي حط الأمطة بتذكري كنت مستحية شعرك الهارر أول فترة كنت مستحية بأنه هار شعري بس بعدين تقبلت كتير الفكرة كان عمرك 8 سنين يعني دي عمرك اليوم هلأ 19 19 سنين كنت تذكري هذيك المرحلة كنتي معكي سرط عن دم كنتي تعباني شو بتقولي عن هالمرحلة مثل ما قال كريم كانت تجربة حلوة مع ذلك هالمرحلة أول فترة كانت صعبة كتير صعبة كتير علي لأنه أنا مرأت بفترة خطيرة أول شي بعدين تقبلت الفكرة وقوامت من وراء أكيد كل رفقاتي كل العالم اللي كانوا حدي وهالفترة كلها أثرت علي كتير هلأ يعني كل ما أتذكرها بتقويني برجع أنه أنا شخص ما لازم فقود الأمل لازم لو شو ما صار معي ضل قويم لأنه الحياة مستمرة لو شو ما صار معي اليوم حضرتك طالبة سنة ثانية هندسة دخلية بجامعة الكاسليك رشا بديك تعملي واضح مهندسة شو بتحكي عن تجربة التبرع للمركز شو بتقول الناس يتبرعوا للمركز بطلب منهم يساعدوا الأطفال في كتير شف يوم من وراء تبرعهم لمرأ وهلأ بعضهم بحاجة ألون بليس ساعدوهم لأنه لو ما من وراءكم ما كنا وصلنا لهون أنت مع فكر الكريم لتراحة يكون عندكم كلاب خاص أكيد يعني بتكوني ناشطة يعني أنا بدي أشكر رشا لأنه رشا من أول الناس بالألفين واربعة من مازل لحام مالك مكتب يشتغلوا على حلقة سرطان الأطفال وإبلوا ورجعنا بعد أربعة سنين بعتقد كمان وليوم ليكم يعني بين عمر الثماني لعمر التسعتاشر سنة شوفوا اليوم رشا وين صارت وكتر خير الله كريم رشا سيد لبان العظيم وصلاح شوفوا وين صاروا ها إرادة الله بالشفاء تفضل صلاح أريد أشكر خاص لمركز سرطان أطفال من متاكم أطبة ونرسات وفالنتيرز كل اللي ستساعدوني هون أريد أشكرون وشكر كمان لأستاذ راغب عليهم اللي عطاني منحة لفوتلة عنده على المدرسة واتعلم ومدام لينا كمان ساعدتني لفوتلة عن تعلم معهم بالمدرسة بدي أشكر أستاذ ميشيل كمان اللي ساعدني كمان هلأ رح نشوف المتطوعين والناس شو بيك مستر لبنان شرط بدي أشكر شوية دكتورة سمر لأن شوية ليش مش كتير هبوسها الأدلة دكتورة سمر لأن لأن أول ما بلشت علاج كانوا أهلات كتير زعلينين وكانت تضل حد لهذا يبطلوا زعلينين وكانت ضل تهتم فين وكتير بشكره أمر اللي رح لعنده وبوسها يحيلك ولي أوه الميكرو معك يا خلص تركوا تركوا روح روح بوسها بوسي كتير خجولة هاي دي البوسي هيك بس بتبوسها رجع آه كمان سير خبير كاميرا شكرا لك سامي لبنان أهلا وسهلا فيكن كريم رشا سامي وصلاح قبل ما استقبل يعني الدكتورة سامار سيس حسان ومجموعة أخرى من وطبعا يعني كريسيان مكارم رح منشوف تقرير بجولي على المركز أنت جاهز معنا شار لحتى نشوف شو الوضع عندك جاهز شار جاهز تفضل مارسيل صرنا ميتان وستعشر ميتان وستعشر ألف دولار لهلا جيد يعني مثل ما كان حلمنا بهذا البلوك أنه يكون هذا المبلغ أطعنا الميتان بعبدنا نوصل بهذا البلوك لـ 300 ألف شو رأيك إن شاء الله بس الجدير بالذكر مارسيل كل الدونيشنز هني عبارة عن أمونس صغار نعم يعني هذا دليل على كترة الاتصالات يلي جمعوا هالقات ما في دونيشنز يعني فوق الخمسة ألاف ولا أكتر من خمسة ألاف كله أصغر طيب الشباب الأشاوس اللي بيحبوا هالمركز المتبرعين الكبار يعني الناس اللي عندها هذه القدرة عم بتشوفوا الإمكانية طبعا الباب مؤفتوح قدامكم على كل التحويلات المصرفية بالأيام اللي جاية عم بتشوفوا هذه العنوين عبر الـ OMT أو عبر كل مراكز يريد أنه منتابع كلنا سوى هذه الحملة التضامن تقرير ما عليها مهنة حول المتطوعين الممردين داخل المركز قبل ما استقبل عينة أخرى من الاختصاصيين والأشخاص اللي عم بيشتغلوا داخل المركز شكرا لكم مركز سرطان الأطفال يلي صار مركز إقليمي بيقصدو المرادة من كل المنطقة العربية بيتميز عن غيره من المراكز بوجود فريق كامل متكامل بيركز على المريض بهدف معالجته بتكون كتير مؤلمي إذا ما منقدر نساعد ولد طبييا كيف وقتا ما منقدر نساعد لأسباب مدية أنه تتطلع بشخص اللي هيدا الموضوع بينعمل بس تعرف الكل في هالأدو وما في مجال وما عنا أو ما منقدر أو هاودي أصعب الحالات في ناس قيلوا ليش بكون نسموا مركز سرطان الأطفال بيخافوا العالم فأول شي عرفنا الناس أنه السرطان مش معنات موت بس في أوجه تشابه كتير بين معالجة السرطان وغير أمراض اللي هي بالفعل بتشكل خطر على الحياة المشكلة الكبيرة مع السرطان هو كلفة العلاج وكسافة العلاج بدوا كتير سبورت وبعدين بدوا متابعة كتير طويلة للإشيا يلي بتبقى معه لما ده سنين مشكلة الطفل للأسف رح ننجح بعلاجه بس بالقليلة مكون عمنا يلي هو ممكن لما بفوت الولد لعنا نحن بنرفقه بكل مراحل العلاج تبعوله لأول شي نخلي يتقبل مرضه نفسيا ويقبل ياخد العلاج تاني شي لا يتعلم ويكفي علمه حتى لما يظهر من هون يفوت على صف وطبيعي واجتماعيا إذا في عنده أي مشاكل اجتماعية الولاد ما بيعرفوا أنا شو لأولاد فكروني صاحبتهم نلعب سوا مندرس سوا منحكي سوا إذا عنده مشاكل ويجوا لعندي الولد لما بيفوت لعنا مشان مشان ياخد دواء بنحط له بيجي لعندي الولد بصير منلعب معنا على البابي منعلم كيف يشيك بيجي للولد حتى هو لما ينشك بيجي يبكي هني بقدمولي أكتر ما أنا بقدم لهم لأنه أنا كل يوم بيستمد القوة منهم علاعتنا مع الأطفال هي أكتر من أنه نرسهم مريضة ومريض نحن نعتبرهم هون كعائلة لأنه لأنه منشوفهم إجمالها كل جمعة مرة فعطول عنا هالعلاقة نحن ويهون منجرد يكونوا يحبونا ونحبهم أكتر ما يخافوا مننا لأنه بتعرفي أنه في كتير إشاء صايرة معنا في كتير مراحل سيئة بس في كتير مراحل منيحة يعني الأسوأ هي الشغلة كانت فرق أحد المرضى اللي عنه وقتا بيتركوك مانا هين وقتا بيصحوا ويصيروا منيح ما فيك تتصور الفرح اللي نحن بنعيشه لأنه منها ساعدنا الولد يقطع مرحلة كتير صعبة مع هو وأهله يعني معالجة السرطان ما بتكتمل بعناية حكيم علاج كيمائي أشعة أو جراحة إنما كمان بمساعدة مرشدين اجتماعيين بيساعدوا الطفل يتأقلم مع المرض يلي ممكن يترك أثر فيه لآخر حياته إذا أستقبل الآن الدكتورة سمر مؤقت بلع أهلا وسهلا فيك دكتور سمر بدي استقبل لارة تمسيح شاكر المناسقة التنفيذية لجمع تبرعات لمركز سرطان الأطفال أهلا وسهلا فيك دكتور سمر مؤقت بلع هي مدير شؤون العيدات لمركز سرطان للأطفال بدي رحب بسيدة كريسيان مكارم رئيسة المتطوعين والمتطوعات اسم العائلة قبل وغوليا أهلا وسهلا فيك بدي أساس حسن دعو مسؤول عن تحضيرات كل أطفال المركز للامتحانات الرسمية والامتحانات بالتعليم والتعليم مهلا وسهلا فيك دكتور سمر نسبة الشفاء بتقول 8% أي أساس بينين هذه الأرقام هذه نسبة شفاء نهائية يعني هذي 80% من كل الأطفال بيكفوا حياتهم بيصير عمرهم 70 سنة بيجوزوا بيجيبوا ولاد بيعيشوا حياة طبيعية مكسموم وقتا نقول 80% يعني شفاء تام نهائي نعم دكتور ديش صعب التعامل مع الأطفال يعني أندي عم تشتغلي مع حالات عندها أول شي عندها وضع نفسي صعب عندها وضع جسدي صعب عندها بدك تحيط المشكلة العائلية المشكلة البيتية مشكلة المركز كيف تتعامل مع هذا الموضوع بصراحة الأطفال هن اللي بيقوونا كيف يعني نحنا بتبلش قصتنا مثلا بيجي عائلة منقل لهم يمكن أصعب جملة من أولى هي أنه وابنكم معه سرطان يعني هذه الجملة لوحدة كفية لأنه تهد أساسات أي عائلة لأنه البي بتتغير حياته والأم بتتغير حياته الولاد بخف الأتنشن تبعتهم وأكيد الطفل يلي هو كمان أو أكتر شي بتتغير حياته هذا الطفل هو بتسائب أنه بيكون مصدر القوة هو هذا اللي بيقوي أهلاته بيقوينا هو بيشوف حاله عم بيحارب هالمرض بيشوف حاله عم ينتصر على هالمرض بالآخر عنده عمله عنده شغلة تغلب عليها أكيد بده يكون أقوى وبصراحة الولد هو اللي بيقوي أهلاته بيقوي حكمه وبيقوي مرضات وبيقوي كل بحالات المستعصية كيف تتعملي معها هذا أصعب شي الحالات المستعصية يعني تعرف أنه ولد يعني هذا أصعب شي بيمرؤ علينا ولد مروجع مرضه أمه بيه الدمعة بعيونه والحكيم واقف ما كتير فيه يعمل فيه يمكن يروح الوجع بس ما فيه صحح المريض وبعدين بتشوف الطفل هو عم بيكسر على أهلاته هو عم بيقلن ماما أو بابا ما تتضيقه ما تنزعجه أنا منيح هذا يمكن المطرح الوحيد يلي أنا ما فيني أطلع بعيون للأهل وللمريض شو بتقولي للناس تيتبرعوا ليلي شو بيعني هذا الدعم المالي للمركز يلي بدي أقوله للناس أنه ما في حدا ما معقول يصير معه سرطان ما في حدا فقراس وخيمة كلنا مطلق واحد هلأ يمكن يلي ما بيشتغل بهالدومان ما بيشوف بس نحنا وكل الولاد واللي شفتوهم واللي صار معهم سرطان بيقلوا لك أنه هذا معقول يصيب حيال له شخص ووقت يصير هذا المرض بدك تحكم بنفس دقيقة بدك تفوت على المستشفى بنفس دقيقة إذا عمل حرارة بدك تعطي دواء التهاب إذا عمل فطريات بدك تعطي دواء للفطريات مثل ما شعار الحملة بيقول ما بينطر عن جد ما بينطر وهون أهمية أنه كل واحد يتبرع باللي بيقدر عليه لارة شاكر أهلا وسهلا فيك عن جديد دور المركز من إنشاءه اليوم يعني كيف بتعمله حملة تنسئية لموضوع التبرعات يعني عاي أساة شغل التبرع شو الستراتيجية جمع التبرعات صحيح يعني مثل ما ذكرنا خلال الحلقة كلها نحن اعتمادنا الكل على جمع التبرعات ولأنه ميزانية المركز بتتخطى بتوصل لل 15 مليون دولار هذا الشي بخلينا نقوم بعدة حمالات وبرامج لجمع التبرعات خلال السنة نقدر من خلالها نكون عم نوصل لكل شرائح المجتمع لأنه مثل ما ذكرت دكتورة سمر ما حدا بعيد عن مرض السرطان نعتبر نحن بالمركز أنه كلنا معنيين بمهمة مركز السرطان لأطفال شو شففية التبرعات يعني بتجي في نوع من كيف ينعمل الموضوع نحن عنا أكيد عدة البرامج وهالبرامج بتكون متنوعة مثل مثلا التبرع الشهري اللي هي فيها من خلالها تكون يا أما على الصعيد الشخصي من خلال برنامج اسمه نحن اليوم نطلب من كل العالم أنه على قد قدرتهم بيقدروا يتبرعوا بطريقة شهرية وفي عنا نفس الفكرة البرنامج الشهري بس لموظفين الشركات اللي هو اسمه partner in life اللي منكون عم نستهدف من خلاله الموظفين نطلب منهم كمان التبرعات الشهرية لأنه بحب أنا دي أقول أنه مش مهم قد المبلغ المهم أنه كل واحد يتبرع على قد قدرته وهالمبلغ لو كان صغير لحيعمل فرق كتير كبير بحياة هالأطفال بالمركز إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك لارة مساح شاكر كريسيان مكارم مع اسم العيلي يعني اسم الله عليك من وقت ما بلشنا شغلنا بالمركز وانت دايما هذا الوجه الحلو هذا الوجه المبتسم هذه اليد التي تعمل هذه العين الساهرة بعد سنين بالمركز شو اختبارك الليلي اللي بتطل فيه بتقولي للناس شو أهمية الشخص اللي بتطوع مع المركز المتطوع كتير لأنه بيساهم بيعطاء حقه للولد هيدا المركز مثل ما شفت بيعطي حقه للولد حق التبابة حق الشفاء بيعطيه حق الأمل ونحن كمتطوعين من ساهم منحاول كمان نعطي حق طفولته شو يعني متطوع شو بيعمل متطوع كي بيفوتوا المتطوعين لعندكن يعني مما كي بيتلفن بيتلفن لك أنا كريسيان أنا اسمي مارسيل بدي اتطوع بالمركز شو بتعملوا لوتايس شو بتعملوا أنت بدي بدي فكر بالمتطوع بس اللي بيجو يعني بنعمل لهم نعمل دورة ترينيج لا وليزم وليزم يكون عمرهم فوق 18 سنة و بيجو يعني لازم يعطونا ساعتين بالأسبوع فيهم يعطوا أكتر منفضل لا حتى يكون في ناس أكتر تقدر تجي نعم نحن من وقت ما بلشنا لهلأ صرنا يعني ما أعلينا شي 3500 متطوع كيف يطلعوا عندهم تجربة جديدة مع الحياة تجربة جديدة مع المرض شو بشو بتغنينهم حياتهم هذي تجربة يكونوا متطوع مركز سرطان بحقيقة كلهم بيقولوا لنا أنه بهالتجربة بيحسوا أنه كل شي باقي كل مشكلهم اللي كانوا مفاكرينها كتير كبيرة بيحسوها تافة شو خلاص تجربتك لألك كريسيان أنت كريسيان مكارن شو خلاص هذه التجربة بالمركز شو بتقولي عنها بكلمة أنا زاد تقديري وزاد محبتي وزاد احترامي للولاد لأنه الولد بيعلمنا كل يوم أنه لازم نعيش حياتنا مثل ما هو بعيشها يعني كل دقيقة وبسقه بربه وكمان عندي كل التقدير لكل المتطوعين لأنه ببارغنوا أنه الشبيبة والصبايا مش بس 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 وانشراح عندهم هالروح العطاء وبيساعدهم حسن دعو يعني أنا كل سنة بس نشوف في امتحانات رسمية صور بالجرائد لشخص هيك مثل الملك بهذا المركز منشوف الننيم منشوف نواب منشوف سياسيين جايين عم بيسلموا الشهدات لهؤلاء الطلاب شو يعني أنك تساعة طلاب يتدربوا على الامتحانات الرسمية تأهلوا لهذه الامتحانات الرسمية والتعليم أول شيء أنه ممنوع فشلين يكون عند الولد عنده فشل بصحته ممنوع نضف له فشل تاني بتعليمه لأنه هذا الشيء هيأثر على نفسيته أكثر وعم نغير الناس أنا لما جيت على المركز من عشر سنين كان فيه كتير حالات سقوط بصفوف وفيه كتير ناس عم يتركوا ما يقدموا امتحانات الرسمية هذة هذه القصة صارت وراء ظهرنا رسمية مية بالمية السقوط بالمدارس صارت قليلة جدا جدا وهذا الفضل هو للولاد ولوزارة التربية المركز كل ما يشوف فيه مشكلة عند ولد فورا نتصل بالمدارس نتصل بوزارة التربية ووزارة التربية ما بتتردد أن تقوم بالواجب لأنصاف هالولد ورفع الظلمان كيف تخلي الولاد يتغلبوا واجعهم يدرسوا شغلة كثير صعبة يعني كيف تخبرنا دكتور سمر يعني مش قليل حالة الوجع كيف تقدر يدرس وكون موجوع أنا ما بشوف الولاد مريض بشوف طبيعي المصل اللي مركب كمان منصير منمزح على المصل بيجوا ليعطوه كيمو بلوا ما فيكن تعطوه فيزيكو كمان ماتماتيكو نفس الطريقة هاي يعني جو طبيعي جو مراح كذيش بيقطع عندك بتحس انه فيه اطفال مبداية حسن دعوك نسيان مكارم مدام شاكر دكتورة مؤقت بلعة أهلا وسهلا فيكن شكرا للكون بعد بريك اللي أعلاني أصل إلى المحور الأخير اطفال موهوبين وأتابع يعني مع الكول سنتر ويعطيكن ألف عافية على كل جهود اللي عم تعملوها بريك ونتابع ببلد فوق عاصفي عايشي شعلي نارة دافية بس العاصفي منتفى الشعلي خافت وقررت تطفية جو بتا الشعلي أنا بأرضي ما بمطفية جنت العاصفي وعلى الشعلي كبت شدي وين نارك اللي ما بتمطفية قالت العاصفي رح تتعمل عاصف تجي وتروح وناري باقي ما بتمطفية تاتش بتقدم عرض الاستقلال عرض الاستقلال بيخدمك مرتين أكتر مية وعشرين دقيقة حكي مية وعشرين اسم اس واربعمية ميجابايت تحية لكل بطل بخدمة لبنان من خمسة عشر تشرين الثاني لغاية أربعة عشر كنون الأول خط بالخدمة من تاتش تاتش بتلاقي الماء بمطارح مبتتخيلية مثل بها السائل الغسيل يلي في بس هلقد مكونات فعالي والباقي ماء أريال باور جل جديد فيه 33% مكونات فعالي أكتر وهيدا بيخلي أحسن جل بلبنان لإزالة البقعة بغسلة وحدة جربي هلا أريال باور جل جديد أحسن جل بلبنان لإزالة البقعة بغسلة وحدة Amp429 هيكل بتصميم دقيق لتخفيف الاحتكاك Fusion Progride شفرات بتصميم دقيق لتخفيف طبعا الاحتكاك لحلاقة أدب وراحة أكبر مرتين من ماك 3 اختر جيلت Fusion Progride جيلت ما يستحقه الرجال بيهال بلد هندك عالم بيقطعوا حدك طايرين وفي ناس اجروا عطول ملزق أعداسة بنزين وفي غيرهم قاعدين بسياراتهم وتركين ديران باوردين مفير أمعهم دواخين سياراتهم بصحتنا وبالجو شو عاملين مركز IPT للطاقة بيقدم لكم كذا خطوة بسيطة ضمن حمل تكون ايكو درايفر تتصيروا سيئين مسؤولين بنزين الموقفرين وأصح تكون بيقتكم محافظين تتكون ايكو درايفر وتحافظ على بيقتك وصحتك زور صفحتنا إيب تاك على الفيسبوك مركز IPT للطاقة بدعم من وزارك البيئة لأسكوا واليون دي بي تعبه مهما صار رح حوله الانتصار رغم طريقة الايسة حققت رقم اياسة متلك الامرأة عادية قدراتك اكتر من اعتيادية وسقب نفسك تباعي شغفك ترايدنت شفوا خمياتي غالكسي الجديدة صممت كل قطعة فيها لتضيشك بنعمة اكثر مذاقن اكثر نعمة من غالكسي الجديدة مش صحيح كالفراش الاسنين مثل بعضة فرشات بروفلكس من أورال بي بالجواني بالمرينة بتزيل بلاك على طول خط اللفتي لتكون قوية على البلاك بس نعمة على اللفتي أورال بي الفرشات رقم واحد اللي بينصح فيها معظم أطباء الأسنين حول العالم دي نصيحة نقابة أطباء الأسنين بلبنان بعدك مصر على فاري ما بيستغني عنه نيح جبت معي كمان سائل جلي قوي على الدهون وبيضاين خلينا نشوف جليت صحون أكتر منيك فاري بيجلي مرتين وأكتر برافو عرفتي شو تختاري أنينة فاري بتجلي صحون مرتين وأكتر حلوتنا نحن اللبنانية إن كلنا عقل واحد نتشارك الحلوة والمرة وطريقنا دايما واحد نقمتنا نقصنا ومهما اختلفنا أحلى الأوقات عطول عم تجمعنا مع أحلى عالم كوكا كولا حلوتا مع فادي ورانا وحبيبي وليا وأكيد مع لبنان فنجان الفيلم بطل حلم لأنه اليوم ومن دون عيد ما كومبا بتهديك وبتزيد وبتقدم لك مع كل 2 باكي ما كومبا 200 جرام فنجان الفيلم هدية ما كومبا قهوة بتاخدك لبعيد أنا إيه سمعتوا هالنبض يلي عبيكون موجود بالحلقة بقيت فيها شوي نازل شوي لتحت بصرح سي بصحت عالقرب بدك شو شوفوني ضغري ركدوا فيها نو وين بنا نغير وين بنا نغير ما تنينيتونيك عمل سعيد مراد هاي بلعظة نوال أنت وميشو أخباركن من وين بلعظة نوال لازي بحط على الحلقة هاي دي 3 سايتين أجد أحلى جلسة ألا بريك ومش راجع مركز IPT لطاقة بيقدم لكم كذا خطوة بسيطة ضمن حملة تكون ايكو درايفر زور صفحتنا إيب تاك على الفيسبوك ديما صفوين من بعد من الحدد من جمو من المريجة بيروت عبد عشبكار تاكغال بقع لهلالية الصيدة راس بيروت حكي جالس مع جوم علوف تنين عشرة لتلت المساء حال LBCI والLDC حال لوا إيديكم بالعالم صوب السماء لعمق سطاق صلوا بالصلاة بتلالي ساكن السماء يسمع ما كنت عارفة انه تبرع الشهري بيعمل فرق هالقد لانه اعتماد من كني على جمع التبرعات كل واحد منا فيه يتبرع على قد قدرته ويساهم بانقاذ حياة طفل بمركز سرطان الاطفال لا بيفرق ولا بينطر كلنا واحد ضد السرطان تبرع اليوم على قد قدرتك عبر cccl.org.lb او عبر اكتر من 900 مركز OMT فاطمة تراد والدة طفل المرحوم محمد تراد اهلا وسهلا فيك ليش جيت اليوم؟ مش لحظة مؤثرة للك انك تجي على مركز بس انا جاي مجلة حتى شجع الناس وشجع كل ام او كل انسان انه يجي يتبرع لها ضد مركز لانه مركز كتير عم يخفف عن اوجاع اطفال مراده وتعبانين خارجوا انه يتبرعون وخارجوا انه يكونوا مستوى العالي الكبير فاطمة يعني كتير جبار وكتير جريء موقفك انك تفوتي على مركز ابنك بطل موجود فيه لانه كيف تتذكري اليوم؟ انا بشوفه بكل طفل موجود هون انا بيجي لهون بس حتى شوف ويني بشوف ابني بكل طفل موجود هوني بالمركز وبحب اني ضل حدن وساعدن يعني قد ما قدرت اني فيني ساعد لو بالكلام لو بالكلمة الحلوة بقدر ما بقصر ادي كان عمره ابنيك؟ وقت اللي اتوفى كان عمره 16 سنة 16 سنة؟ اي وكان مبلش بالمرض كان عمره 12 سنة اربع سنين هو كان عم يتعالج بهذا المركز يعني هدا كان بيته وكله هوني كان يعني كتير بأي لحظة بتتذكريه لمحمد هون؟ بكل بكل زاوي بهذا المركز ما في محل الا وقت بتذكر وبيني وبدلوا عطول يعني بزاوي من هالزاوية بكل المركز اه له محل كان في محمد وقلو زكرة كبيرة ربنا حب ياخد ابنك وما قادر تغلب على المرض شو بتقولي اللقمات الضعاف والخيفانين؟ بقلهم انه يكون عندهم صبر ويكون عندهم قدرة وقوة والشفى من عند الرب من عند الله بس شو بتقولي للناس تفضلي؟ بقلنا لكل اي انسان وحتى اي اني وقفوا وما تبينوا انه بالعكس عطول خليكم فرحانين وطالما موجود هالمركز بإذن الله ما بي... وخاصة انه شفتك دمعتي وتأسرتي لمن كان واقل واقل ملاعب عم يتمرن على عغنية عغنية بيحكي فيها عن الربيع اللي جاي وعن الغدر اللي اصاب الطفل عكل حال يعني متل ما قلت عم تشوف ابنك بكل هالأولاد اللي عم بينشفوه فضل مركز سرطان الاطفال وفضل يعني وجود هذا الفريق الطبي الموجود العظيم والمتطورين اهلا وسهلا فيكي الموسيقى ورسم والفنون هي الوسيلة اللي لجأ اليها اطفال من مركز سرطان الاطفال لتخطي المرض ابدعوا في هذا التقرير لالتسي مفرش موسيقى 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 تجربة من ميل صعبة فيها ألم والمعاناة بس بوجود الناس مثل مركز سرطان الاطفال هالشي كان كتير اسهل موسيقى وقل كانت الموسيقى رفقته بالايام الصعبة ووسيقى للتعبير عن نفسه وعن مشاعره موسيقى 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 وأعود بيني وبين حاني وأعزف فمن وقتها تعلقت بالموسيقى رجعت بعدين تخصصت فيها بجامعة الروح والأدوس الكسليك بعملت الميزيكولوجي وعم كمل كمان هلأ ديبلوم وإلى اليوم استاذ الموسيقى بالسنجود ليصار بعض الأطفال يقصدوا بغير أيام العلاج طي يتعالجوا بالموسيقى ومن بينهم منير لأزهلنا بموهبته ليس فقط بالعزف بل بكتابة الموسيقى أيضا مونير هو أحد التلميذ البيشنس يلي بيتعالجوا بالسنتر وأحد المهوبين لقى أنه بالموسيقى لقى هي وسيلة يعبر بطريقة أحسن وهي أثبتت علميا لأنه في شيليون بالعالم اسمه يعني علاج بالموسيقى أول فترة أكيد يعني طالع من جو رجع للحيرة الطبيعية من بعد فترة علاجية طويلة بس مع الوقت بحاول يرجع يتأقلم الإنسان مع الواقع بنهاية الحياة بدأت تستمر أما ندين فوجدت بالرسم وسيلة للتعبير فطورت موهبته وسقلته هذا بالتعبير عن السلام والأمل يعني عبر رأسه والغروب الشمس هيك هون أنا وقفت لفترة لما كانت منعت واطف فما قدرت تروح على الماحة تكفي كل شي بالإيمان بيتغلب يعني ويفكروا بأشياء يعني هني بيمبسطوا فيها الألوان هي اللي بتعبر اليوم عن طوق ندين للحياة الألوان لطبعة آخر رسميتها هي أنا بلشت فيها قبل ما سخنت بس جاءت كفيتها يعني بعد فهون الألوان يعني الألوان هنا يعني لفرح الواحد وهي طبعا رح نشوف فوائل ملاعب رح نحكي معه ونختم معه بأغني كتبة خصيصا اليوم أهداء لهذه الحلقة وللمركز رح يعزفها ونختم حلقة اليوم بعد ما نكون شفنا مع شارل حلو شو نتيجة هذه الحملة الليلي بس بقول ليلي بدي استقبل أسيدة جورجيت عودي منسقة التسويق والعلاقات العامة بالمركز أهلا وسهلا فيك جورجيت عبنا معك نحن بهالفترة وتعبناك كمان أنتي وكارين خوري وشارل حلو تحضيرا لهذه الحلقة وسط هنا شعيب مركز سرطان الأطفال بيعمل حملات أعلمية وأعلنية يعني شو أهمية هذه الحملات كل السنة صحيح نحن بشوفونا العالم دايما بحملات طوال السنة الهدف مننا هو أن نكون عم نقدر نذكر العالم دايما بأهمية التبرع للمركز لأنه مثل ما سرته بتعرفه 15 مليون دولار ميزانية مش هيني قبلا أنها تتأمن صحيح كمان نحب نكون عم ننشر توعية عند العالم عن مرض سرطان الأطفال كيفية التعامل مع هالمرض وعوارض المرض ونقول للعالم أنه اليوم في مركز هو مركز سرطان أطفال موجود هون فيتح بواب وللكل تأمن أفضل علاج له الأطفال مجانا بتدفعوا هذه الحملات أو لأنه البعض بحسب أنه بتدفعوا لي أو بيقدمون كونيون تقديمي شوك؟ صحيح في الكثير العالم يمكن بتفكر أنه أنه ما يكون مصاري أنتوا كم مركز الآن بيدفع مصاري صحيح أنه كيف جمعية خارية وعم تطلعوا بهالأعلانات ودعاية هون بحب أوضح لكل العالم أنه المركز ما بيدفع شي على هالدعاية هذا كله بفضل دعم وسائل الأعلام والأعلان تقدم للمركز مجانا إمانا منهم بمهمة المركز وبرسالته الإنسانية هون بحب أتشكركم مرسل والأكلب كله والإزاء ومحادة الألبي سي كمان كل وسائل الأعلام والأعلان يلي عم تدعم المركز أنه نحن من دونكم أكيد ما فينا نكون يعني قد ما اشتغلنا على الحملات إذا مش من خلالكم عم توصل للعالم نحن ما منكون عملنا شيء ما عندكم مشكلة إذا بالتعامل مع الأعلام والرأي العام لمقاربة ملف سرطان لأطفال يعني بتشتغلوا استراتيجيه مع شركات التسويق وغيره لحطة تطلوا بشكل يعني توصلوا مساجكم بشكل جيد صحيح بالفعل أهلا وسألها فيك جرات يعطي يكون ألف عافية على كل شغلكون وبعرف دي الشغلكون عم بيكون دقيق وشغلكون صعب وإلا ملاعب ديش ساعدتك الموسيقى للتغلب على الألم ساعدت بي زمن لك بطريقة كتير كبيرة ديش كان عمرك وقت تصد بالسرطان كان عمري أربعة عشر سنة يعني بحرب تموز الألف عين وستة بالضبط اليوم دي عمرك دي عمرك دي عشرين خلصت علاجك خلصنا العلاج عملت عملية زرع نائل عظام زرع نقي العظم صحيح صحيح ازديقتك هذه العملية؟ هلأ هي عملية مش سهلة بس بوجود ناس مثل سانجود وكيب الأطبال كانوا حدي كل شي كان أسهل وكل شي كان أحلى بالرغم من بعض المصاعب بس ما دراسة عملت بالجامعة تروح القدوس بالكسليك؟ عملت ميزيكولوجي علوم الموسيقى لماذا اخترت الموسيقى؟ باختصار لأن مثل ما قالوا كثير ناس غذاء الروح يعني بيلاقي هذه الزاوية إذا بدك بالحياة تروح يصب كل التعب وكل الألم ما تخبرنا عن أهمية المركز بحياتك؟ المركز بفترة يعني كان أغلب وقتي هوني أكتر من البيت فمن الطبيعي إله الشئ الأكبر بحياتك من أكتر شي بتحب المركز؟ سؤال صعب اه ما هذا؟ أكتر شي المركز يا محتد كيف تقنع الناس تبرع تطلع فيهم على الكاميرا يعني نحن ما خلصنا ليلة التبرع رح ننتقل هلأ لشعر حلو نشوف شو شو الحصيلة بهذه الحلقة بما نختم بغنية معك لأنه خلص وقت البرنامج كيف تقنع الناس يتبرعوا؟ مركز سرطان الأطفال بحاجة ميسي لدعمكم لو المبلغ مكان كبير بس العدد هو بيعمل فرق تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال بدي أشكرك واق الملاعب سيدي فاطمة تراد جورجيت عودي أهلا وسهلا فيكم شارل حلو رح أرجع لك تتغني لنا شارل حلو أنت معنا؟ أول شي بدي إليك يعطيك ألف عافية بدك بوصي كل هالأولاد والصبايا الحلوين لحدك وكل اللي عم بيتبرعوا وطوني أشقر وكل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا معك شارل شو المبلغ اللي قدرنا لغاية هلأ وصلنا له من الحلقة التليفزيونية من الصباح بالمبلغ اللي بلشنا بأول حلقة بـ 25 دولار تحت عنوان المسيح قام وهلأ مارسيل هلأ وصلنا لـ 265 ألف دولار نعم والتليفونات بعدها بعدها عم توصل يعني بتوقع إن شاء الله بعد بنزيد أكتر والكمبين بعدها ماشي بلشناها اليوم معك بالحلقة وهي حدل ماشي على فترة أسبوع يعني من هلأ الأسبوع العالم فيهم يتصلوا على الأرقام اللي كانوا موجودين على الشاشة 0-1-35-15-15 وـ 7-0-35-15-15 وفي الوебسايت كمان www.cccl.org كمان يتبرعوا أونلاين وبفروعة أم تي كلها أكيد من تشرع عكل لبنان شكرا للك شارل حلو إذن المبلغ هو 265 ألف دولار درنا جمعناه لغاية هلأ تارجت الحملي لهذا الأسبوع 400 ألف دولار هدفنا نشفي ونعالج 8 أطفال لهذا السنة كلفت علاج كل ولد 50 ألف دولار وأخيرا قبل أن أستمع إلى أغنية الختام لعملة خصيصا نواء الملاعب لهذه الحلقة كانت حلقة للدعم والتبرع والصلاة والعطاء لن تتوقف هنا وأنتم لن تتوقفوا هنا كونوا كثر لتشدوا على أياد أطفالنا ولتدعموهم كلفت علاج كل طفل سنويا 50 ألف دولار نسبة علاج 80% المركز علاج لغاية ألف حالي لماذا لا تكونوا قرب وقرب الأطفال نعم لا يفرق ولا ينطر كلنا واحد ضد السرطان نشكر كل الذين تبرعوا لها الحملة وساعدوا بإطلاق هذه الحملة وأيضا ماجي بغصن تأدية الأغنية أسامة الرحباني والشركة المنتجة نشكر كارين خوري هنا شعيب جورجيت عودي شارل حلو للتنسيق كما أشكر جهود فريق عمل برنامج كلام الناس الزميلين توني كارم وسعيد حبياء المخرج جاعون محافظة بيروت المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي سهلون كل الإجراءات لا يفرق ولا ينطر كلنا واحد ضد السرطان جاي الربيع وحامل معه أسرار قصي الطفل تعبان من غدر الزمان أنت الأمل خليك وصوت الصلاة يود حتى الوجع ينسيك تتنام عم خدي وتغفى وتحلم بالعمر والعمر يركض ليك هربان تيلملم حنين من دفق إيديك أنت الأمل خليك جاي الربيع وحامل معه أسرار قصي الطفل تعبان من غدر الزمان جاي الربيع وحامل معه أسرار قصي الطفل تعبان من غدر الزمان أنت الأمل خليك وصوت الصلاة يود حتى الوجع ينسيك تتنام عم خديك أنت الأمل خليك وصوت الصلاة يود حتى الوجع ينسيك تتنام عم خديك وتغفى وتحلم بالعمر والعمر يركض ليك هربان تيلملم حنين من دفق إيديك وتغفى وتحلم بالعمر والعمر يركض ليك هربان تيلملم حنين من دفق إيديك من دفق إيديك من دفق إيديك ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر